فواحدة من أهم الأشياء التي يقوم بها الكولوجين هو الحفاظ على الدم داخل الأوعية الدموية فبعدم وجود الفيتامين سي سيتم تكوين كولوجين غير فعال كولوجين ضعيف وبالتالي لن نستطيع الحفاظ على استقرار الأوعية الدموية فستنهار الأوعية الدموية ستتشقق وبالتالي يحصل لدي نزيف داخل الأنسجة فجميعها متعلقة بالكولوجين سينثيس فنقص الفيتامين سيؤدي إلى حصول مشكلة في تكوين الكولوجين وبالتالي الكولوجين الذي سيتكون عبارة عن كولوجين غير جيد وهذا هو عبارة عن الكولوجين فمثل ما تلاحظون أن شكل الكولوجين يحطي إحاء بأن هذا الكولوجين هو من يقوم بإسناد هذا النسيج وأيضا لكم أن تتخيلوا وظيفة الفيتامين سي في هذه النقطة ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الرابع من أصل 15 فيديو عن الفيتامينز الفيديو الأول كان عبارة عن التروداكشن للفيتامينز بشكل عام والفيديو الثاني كان عن الفولوك أسد والفيديو الثالث كان عن الفيتامين بي 12 واليوم إن شاء الله سنتحدث عن الفيتامين سي كما هو الحال في الفيديوهات السابقة عن الفيتامينز فسنبدأ أولا بمراجعة الكلاسفيكيشن أوف فيتامينز كما تعلمون قمنا بتقسيم الفيتامينز إلى قسمين أساسيين وذلك اعتمادا على قابلية الذوابان للفيتامينز فقمنا بتقسيمها إلى ووتر سوليبل فيتامينز وهي الفيتامينز القابلة للذوابان في الماء وأيضا الفات سوليبل فيتامينز وهي الفيتامينز القابلة للذوابان في الدهون والفات سوليبل فيتامينز هي عبار عن فيتامين A فيتامين D فيتامين K وأخيرا فيتامين E أما الواتر سوليبل فيتامينز فأيضا قمنا بتقسيمها إلى قسمين اعتمادا على التركيب الكيميائي لهذه الفيتامينز فقمنا بتقسيمها إلى non-B-complex vitamin وهو عبارة عن vitamin C وأيضا ال-B-complex vitamins وهي عبارة عن 8 vitamins تعرفنا على اثنان منهم حتى الآن وال-B-complex vitamins تصنف إلى ثلاث أصناف أيضا اعتمادا على وظيفة هذه ال-B-complex vitamins لدينا energy releasing vitamins وهي عبارة عن vitamin B1, B2, B3, B7 و B5 والصنف الثاني هو عبارة عن ال-Hymato-Biotic vitamins وهي عبارة عن الفولك أسد والكوبالامن أما الصنف الأخير فهو عبارة عن vitamin B6 وقد وضع في الصنف خاص به وحده لأنه يقوم بوظيفة تختلف عن ال-Hymato-Biotic وتختلف عن ال-Energy Releasing فال-Hymato-Biotic تشترك في تكوين الدم وال-Energy Releasing تشترك في استخلاص الطاقة من الغذاء الذي نتناوله حتى الآن قمنا بشرح ال-Hymato-Biotic vitamins الفولك أسد والكوبالامن بالتفصيل واليوم إن شاء الله سيكون لدينا ال-Non-B-complex vitamin وهو عبارة عن ال-Vitamin C أو أسكوربيك أسد مثل ما نلاحظ هذا الشكل يوضح أسماء الفيتامن بترتيب لطيف ابتداء من ال-Vitamin A وانتهاء بال-Vitamin K حتى الآن تعرفنا على الفولك أسد وعلى ال-Vitamin B12 واليوم إن شاء الله سنتحدث عن ال-Vitamin C وكما هو الحال في الفولك أسد وال-Vitamin B12 سنتحدث عن أسماء ال-Vitamin C وعن التركيب الكيميائي لل-Vitamin C وإيضا سنتحدث عن ال-Active Form لل-Vitamin C وأيضا بالطبع سنتحدث عن ال-Functions of Vitamin C وأيضا سنتحدث عن ال-Absorption و-Transport in the blood وال-Execretion وهل يوجد ستورج لهذا ال-Vitamin أو لا كل هذه الأمور سنتحدث عنها عن ال-Vitamin C وأيضا سنتعرف على ال-Dietary Sources of Vitamin C أين موجود هذا ال-Vitamin C في الغذاء وأيضا سنتحدث عن clinical indications لل-Vitamin C متى سنحتاج هذا ال-Vitamin بصيغة dietary supplements أو متى سنحتاج تركيز آلية من هذا ال-Vitamin بشكل عام ونبدأ أولا بال-Names of Vitamin C فلدينا الأسكوربيك أسد وهو عبارة عن ال-Active Form لل-Vitamin C أي الأسكوربيك أسد هو عبارة عن الصيغة الفعالة لل-Vitamin C الصيغة التي ستدخل في التفاعلات الكيميائية داخل الجسم من ال-Vitamin C ولدينا الأسكوربيك الذي هو عبارة عن ال-Aonic Form of Ascorpic Acid عبارة عن الصيغة الأيونية لل-Ascorpic Acid وكما تلاحظون هذا هو عبارة عن التركيب الكيميائي لل-Vitamin C لن نقوم بتناول تفاصيل كثير عن هذا التركيب الكيميائي لل-Vitamin C فيكفي أن نرى بساطة هذا التركيب مقارنة بال-Folic Acid ومقارنة بالتأكيد بال-Vitamin B12 أو الكوبالامين فتلك ال-Vitamin كانت تملك تركيب كيميائي إلى حد ما معقد مقارنة بال-Vitamin C وهذا القدر يكفي على التركيب الكيميائي لل-Vitamin C أما الآن فسنتعرف على ما هي وظائف ال-Vitamin C على وجه التحديد داخل الجسم البشري أي أن الوظيفة الأساسية لل-Vitamin C القيام بعملية Reduction أي سيقوم هذا ال-Vitamin C بعمل Reduction لعدد من المركبات داخل الجسم هذه هي الوظيفة الأساسية لل-Vitamin C معنى عمل Reduction هو ببساطة زيادة عدد التأكسد أما ماذا تعني زيادة عدد التأكسد؟ يعني عمل Reduction هو زيادة محتوى مركب معين من الألكترونات وتتم عملية Reduction بشكل عام بثلاث طرق أولاً إعطاء Hydrogen Atom أي نقوم بإعطاء ذرة Hydrogen لمركب معين فنقول أننا عملنا Reduction لهذا المركب وحينما نقوم بإعطاء ألكترون لمركب معين فأيضاً نحن نقوم بعمل Reduction لهذا المركب وأخيراً حينما نقوم بإنتزاء أكسجن من هذا المركب فأيضاً نحن نقوم بعملية Reduction لهذا المركب وللتذكير في محاضرة الفولك أسد فالفولك أسد أحياناً يكون موجود بصيغة فوليت أي الصيغة الآيونية للفولك أسد والفرق ما بين الفولك أسد والفوليت هو أن الفولك أسد يقوم بفقدان ذرة Hydrogen فيتحول إلى فوليت أي تحصل عملية Oxidation للفولك أسد فيتحول إلى فوليت فعملية Oxidation هي عملية معاكسة للReduction فحينما أقوم بأخذ Hydrogen Atom من مركب معين فأنا أقوم بعملية Oxidation وحينما أقوم بإعطاء ذرة Hydrogen لمركب معين فأنا أقوم بعملية Reduction وأيضاً حينما أقوم بإعطاء Oxygen لمركب معين فأنا أقوم بعمل Oxidation وحينما أقوم بأخذ Electron من مركب معين فأنا أيضاً أقوم بعملية Oxidation لذا فعملية الـ Reduction وعملية الـ Oxidation أحدهما يعاكس الآخر ولكنهما يحدثان دائما في نفس الوقت أي عندما يتعرض مركب معين لعملية Reduction فإن هناك مركب معين آخر يتعرض لعملية Oxidation في نفس الوقت لهذا السبب دائما نطلق عليهما Oxidation Reduction Reaction وليس فقط Oxidation Reaction أو Reduction Reaction دائما ما نذكر هذان التفاعلان مع بعض وسنتحدث إن شاء الله عن Oxidation وReduction في محاضرات قادمة في الـ Riboflavin وفي الـ Niacin الذين هما عبارة عن الـ Vitamin B2 والـ Vitamin B3 سيكون هناك حديث بالتفصيل عن الـ Oxidation وReduction ولكن ما يهمنا الآن أن الـ Vitamin C هو عبارة عن Reducing Agent أي هو عبارة عن Vitamin عبارة عن مركب يقوم بعملية Reduction داخل الجسم وأي مركب يقوم بعملية Reduction فهو نفسه يتعرض لعملية Oxidation والمركب الذي يقوم بعملية Oxidation هو نفسه يتعرض لعملية Reduction Vitamin C has a well documented role as a coenzyme in Hydroxylation reactions الـ Vitamin C يساهم باعتباره coenzyme في الـ Hydroxylation reaction والـ Hydroxylation reaction ببساطة تعني إعطاء Hydroxyl group لمركب معين أي إعطاء OH لمركب معين For example Hydroxylation of Prolil and Lysyl Residues of Collagen وأحد أهم الأمثلة عن الـ Hydroxylation reactions التي تحدث داخل الجسم هي عبارة عن Hydroxylation للبرولين والـ Hydroxylation للليسين ولذان عبارة عن أمينو أسس يدخلان في تكوين الـ Collagen وسنتعرف بعد قليل عن هذان التفاعلان الكثير إن شاء الله خلال هذه المحاضرة ولكن ما أود التركيز عليه الآن أن لو لا هذان التفاعلان فلن ينتج لديه Collagen مستقر لن ينتج لديه Collagen متين يستطيع أن يسند الـ Connective Touche الموجود داخل الجسم وفي النهاية يسند الجسم بالكامل فالـ Collagen هو عبارة عن Fibers Protein يدخل في تصنيع الـ Connective Tissue الذي هو عبارة عن النسيج الضام Vitamin C is therefore required for the maintenance of normal Connective Tissue as well as for wound healing أي باعتبار أن الـ Vitamin C يؤدي دور فعال في تصنيع الـ Collagen ففي النهاية الـ Vitamin C سيساهم في إعطاء Stability للـ Connective Tissue سيساهم في أن يكون لدينا Connective Tissue normal Connective Tissue طبيعي يقوم بإسناد الجسم وللتذكير فأن الـ Connective Tissue هو عبارة عن العظم فالعظم يعتبر Connective Tissue الـ Connective Tissue أيضا موجود في الجلد وأيضا موجود في الأوعية الدموية وموجود في كل مكان ففي الجسم بالكامل نحن لدينا أربعة أنسجة فقط الـ Connective Tissue والـ Epithelial Tissue والـ Muscular Tissue والـ Nervous Tissue ووظيفة الـ Connective Tissue داخل الجسم هو ربط أجزاء الجسم مع بعضها البعض وإسناد هذه الأجزاء وبشكل مبسط جدا فالحفاظ على الدم داخل الأوعية الدموية والحفاظ على صلابة العظم فلولا هذا الـ Collagen ستنهار جميع هذه الأمور التي ذكرتها قبل قليل وأيضا سيساهم الفيتامين سي في الـ Wound Healing أي حينما يحصل لدي جرح فوجود الفيتامين سيساهم في تسريع الـ Wound Healing تسريع عملية شفاء هذا الجرح وأيضا سيساهم في إيقاف النزيف عدم وجود الفيتامين سيؤدي إلى العكس فلن يحصل لدي ووند هيلين بشكل سريع أو بالوقت المناسب ولن يتوقف النزيف بالوقت المناسب أيضا وسأبقى أنزف لفترة طويلة نسبيا سنتحدث عن هذا الشيء بعد قليل ولكن الفكرة الأساسية أن الفيتامين سي يقوم بتحويل آيون الحديد الثلاثي إلى آيون الحديد الثنائي الفرك إلى الفرس وبالتالي أستطيع أن أقوم بامتصاص الحديد داخل الأمعاء الدقيقة وأنقله إلى الدم ومن ثم يتوزع الحديد داخل الأنسجة ولولا الفيتامين سي لن أستطيع أن أقوم بامتصاص الحديد وهذا سيؤدي إلى نوع من أنواع الأنيمية فقر الدم سنتحدث عنها بعد قليل الآن سنقوم بوضع ملخص للفونكشنز أو فيتامين سي وإن شاء الله كل واحدة من هذه الوظائف سنقوم بالتعرف عليها بشكل كافي تبعا لهذه المحاضرة وإن شاء الله في المستقبل ستكون هناك محاضرات عن كل من هذه الوظائف فأول وظيفة للفيتامين سي وهو عبارة عن الكولوجين سانثيس أي تكوين الكولوجين والكولوجين هو عبارة عن بروتين يشترك في تكوين الكونكتف تيشيو أو ما يعرف في العربي بالنسيج الضام أو النسيج الرابط ولكن هذا الكولوجين مهم جدا فهو يدخل في تركيب العظم ويدخل في تركيب الأوعية الدموية ويدخل في تركيب البشرة ويدخل في تركيب كثير من الأشياء الموجودة في الجسم البشري لذا سنتعرف على هذه الوظيفة إن شاء الله بشكل جيد خلال هذه المحاضرة وسنتعرف بالتحديد على ما هي وظيفة الفيتامين سي في تكوين هذا البروتين وأيضا سنتعرف على وظيفة الفيتامين سي في تكوين الكاتيكولامينز أو أنواع من النيورو ترانزميترز والتي هي عبارة عن النواقل العصبية التي تقوم الخلايا العصبية من خلالها بالتواصل فيما بينها وأيضا سنتعرف على الكارنتين سينثيز والكارنتين هو عبارة عن بروتين يقوم بنقل الفاتي أسدس من خارج الميتوكوندرية إلى داخل الميتوكوندرية لو لا وجود هذا الكارنتين فستتجمع الفاتي أسدس داخل الخلية وسيؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة تضر في وظيفة الخلية نفسها وأخيرا سيكون للفيتامين سي مساهمة في مناعة الجسم البشري فبعدم وجود الفيتامين سي ستنخفض المناعة فاليوم إن شاء الله سنتعرف على ما هو دور الفيتامين سي في مناعة الجسم وأول وظيفة للفيتامين سي سنتحدث عنها هي عبارة عن مساهمة الفيتامين سي في تكوين الكولوجين مساهمة الفيتامين سي في الكولوجين سينثيز وكما ذكرت قبل قليل فأن الكولوجين مهم في الحفاظ على كونكتف تيشي طبيعي داخل الجسم فالميزة الأساسية الموجودة في الكونكتف تيشي هو احتوائه على الكولوجين بشكل أساسي فبعدم وجود الكولوجين أي ليس لدي كونكتف تيشي طبيعي داخل الجسم يقوم بإصناد الجسم فواحدة من أهم الأشياء التي يقوم بها الكولوجين هو الحفاظ على الدم داخل الأوعية الدموية فبعدم وجود الفيتامين سي سيتم تكوين كولوجين غير فعال كولوجين ضعيف غير مستقر يتحطم بسرعة وبالتالي لن نستطيع الحفاظ على استقرار الأوعية الدموية فستنهار الأوعية الدموية ستتحطم أو بمعنى آخر ستتشقق وبالتالي يحصل لدي نزيف داخل الأنسجة وسنرى بعد قليل ما هي الأماكن التي يحصل فيها نزيف داخل الجسم بسبب نقص الفيتامين سي الذي يؤدي إلى تكوين كولوجين ضعيف ينهار بسرعة قبل أن نبدأ بأخذ فكرة عن ما هو دور الفيتامين سي في تكوين الكولوجين علينا أن نستذكر بعض التفاصيل الخاصة بالأمينوازيس التي ستدخل في تكوين هذا الكولوجين مثلا نلاحظ هذه عبارة عن النون بولر أمينو أسيتس واعتبرت هذه الأمينو أسيتس نون بولر لأن السايد جين لها هي عبارة عن نون بولر سايد جين مثلا نلاحظ هذه الهيلايتد بارتز من الأمينو أسيتس تعتبر سايد جين للأمينو أسيتس وقد تعرفنا على هذه التفاصيل في محاضرات الأمينو أسيتس والأمينو أسيتس اليوم الذي ستدور القصة حوله هو عبارة عن البرولين الذي سيدخل في تصنيع الكولوجين والذي سيكون له دور فعال جدا في الحفاظ على استقرارية الكولوجين وبالتالي يحافظ على متانة الكولوجين ولكن أيضا لدينا أمينو أسد آخر سيشترك في تكوين الكولوجين وسيكون له تأثير مماثل للبرولين فهذه عبارة عن البيسيك أمينو أسد أي الأمينو أسد التي تكون السايد شين لها بيسيك والأمينو أسد الذي أيضا ستدور حوله القصة هو عبارة عن اللايسين مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن رسم توضيحي وضح الكولوجين مولوكيول هذه عبارة عن سلاسل من الأمينو أسد التي ستدخل في تصنيع الكولوجين كل واحد من هذه الأشرطة يمثل سلسلة من الأمينو أسد وبالتالي هذه الأشرطة الثلاثة هنا يبدو أنها ثلاثة فستكون الكولوجين مثل ما نلاحظ هذه الهاليسيز هي عبارة عن الكولوجين هاليسيز من جمع هيلكس وهيلكس تعني شكل حالزوني ومثل ما نلاحظ هذه صورة أخرى صورة أكثر واقعية للكولوجين فيبرز مثل ما نلاحظ هنا يتضح لدي أن الكولوجين يتخذ شكل أشبه بالحبل مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن سلسلة من الأمينو أسد التي ستدخل في تكوين الكولوجين ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن البرولين ولكن في الحقيقة من المفترض أن يكون رمز هذا البرولين هو عبارة عن P وليس HYP والسبب في ذلك أن هذا في الحقيقة ليس برولين عادي وإنما هو عبارة عن برولين أضيفت له مجموعة OH أي مجموعة هيدروكسل فتحول اسمه من برولين إلى هيدروكسي برولين مثل ما نلاحظ وإيضا هذا هو عبارة عن الهايدروكسل لايسين الذي في الحقيقة من المفترض أن يكون رمزه على ما أعتقد L فتحول من L إلى HYL والذي يرمز إلى أنه عبارة عن هيدروكسي لايسين وفي الحقيقة هذه عبارة عن جوهر وضيفة الفيتامين سي في تكوين الكولوجين فالفيتامين سي سيساهم في إضافة هذه الOH للبرولين ولليسين لكي يتحول إلى هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين لذا لنفهم ما أهمية هذه الخطوة في الستيبوليتي للكولوجين فايبرز مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الباثوي الذي سيتم من خلاله تحويل البرولين إلى هيدروكسي برولين هذه عبارة عن سلسلة من الأمينو أسد التي ستدخل في تكوين الكولوجين وفي هذا الفقر قاموا بتسطيط الضوء على البروليل ريزيديو البروليل ريزيديو هو عبارة عن البرولين أمينو أسد ولكن بعد دخوله في تصنيع الكولوجين فتحول اسمه من برولين إلى بروليل ريزيديو وذلك بعد أن فقد بعض من ذراته لذا فالبروليل ريزيديو هو عبارة عن برولين دخل في تصنيع الكولوجين فايبر وفقد بعض من ذراته فقمنا بإطلاق لفظة بروليل ريزيديو بدلا من برولين وهذا الشيء في الحقيقة ترفنا عليه في محاضرات البروتين فبمعنى أن هذه السلسلة من الأمينو أسد جاهزة لتكوين الكولوجين ولكن ينقصها OH تنقصها هايدروكسل فهنا سيأتي دور الأسكوربيت الذي هو عبارة عن الفيتامين سي في إضافة OH لهذا البروليل ريزيديو فيتحول من أبروليل ريزيديو إلى هايدروكسي أبروليل ريزيديو وسنحتاج في ذلك أيضا إلى أحد أيوانات الحديثة والغاية الأساسية من هذه العملية هي تقوية الكولوجين فبدون أن تتم هذه العملية يصبح الكولوجين ضعيف وبالتالي لن يقوم بأداء الوظيفة المعهودة إليه داخل الجسم مثل ما نلاحظ أي أن الهايدروكسيليشن هي عبارة عن إضافة هايدروكسل أقروب OH للبروليل ريزيديو وتحويله إلى هايدروكسي بروليل ريزيديو وتتم هذه العملية من خلال إنزيم نسميه بروليل هايدروكسليز هذا هو عبارة عن البروليل هايدروكسليز وهذا البروليل هايدروكسليز لن يعمل بعدم وجود الفيتامين سي ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الكلوجين سيحتوي على هايدروكسي بروليل وهايدروكسي ليسين في جميع البروتينز وإنما هي عبارة عن موديفايد أمينو أسد أي عبارة عن أمينو أسد معدل عليها ولن تكون موجودة في الكثير من البروتينز فهي تعتبر صفة خاصة للكولوجين فايبرز ولكن في الحقيقة المهم أن نعلم ما هي وظيفة هذه الهايدروكسي بروليل والهايدروكسي ليسين أي هذه الهايدروكسي بروليل والهايدروكسي ليسين هي عبارة عن نتيجة الهايدروكسي ليسين للبروليل والليسين بعد أن تم تصنيع الباليبابتايد جين ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا قمنا بتصنيع البروتين بشكل فعلي ولكن بعد أن أكملنا تصنيع هذا البروتين قمنا بإضافة الهايدروكسي للغروب لهذا البروتين فقمنا بتغيير بعض الخصائص لهذا البروتين ولكن ذلك كله تم بعد تصنيع البروتين ماذا يعني ذلك؟ سأقوم الآن بتوضيح عملية الجين أكسبرشن أو التعبير الجيني ولكن قبل أن أدخل بشرح هذا المخطط علينا أن نتصور فكرة التعبير الجيني التعبير الجيني ببساطة أن الـ DNA مقسم إلى عدد من الجينات كل واحدة من هذه الجينات ممكن أن يتم التعبير عنها بصيغة بروتين فمثلا أنا الآن كعبد الرحمن حينما أريد أن أقوم بالتعبير عن الأفكار الموجودة في داخل دماغي فأقوم بالتكلم والكلام هو عبارة عن الطريقة التي أستخدمها لكي أعبر عن الأفكار الموجودة في دماغي النوكليس هي عبارة عن دماغ الخلية أقرب إلى كونها دماغ الخلية والـ DNA والجينات الموجودة داخل الـ DNA هي عبارة عن أفكار الخلية تقوم الخلية بالتعبير عن هذه الأفكار عن هذه الجينات عن طريق تصنيع البروتينات وهذه البروتينات بدورها ستتحول بعضا منها ليس جميعها إلى إنزايمز وهذه الإنزايمز تقوم بأداء وظيفة داخل الخلية أو حتى خارج الخلية وبعض هذه البروتينات هرمونات مثلا الإنسولين الإنسولين هو عبارة عن بروتين ولكنه هرمون يقوم بتنظيم السكر داخل الدم فأصل الإنسولين هو عبارة عن جين موجود داخل النوكليس عبارة عن جزء من الـ DNA قامت الخلية بالتعبير عنه بصيغة بروتين وقام هذا البروتين الذي هو عبارة عن الإنسولين بتنظيم الكلوكوز داخل الدم فمثل ما نلاحظ هذا المستطيل الكبير يمثل الخلية وهذا الخط المحيط بهذه الخلية الذي هو عبارة عن البلازما منبرين والذي هو عبارة عن الغشاء الخلوي الخارجي الذي يحيط بالخلية وفي بعض الأحيان يعطي شكل الخلية أما هذا المستطيل أو المربى الذي في اللون البنفسجي الفاتح البربل فهذه هي عبارة عن النوكليس وقد وصفناها قبل قليل باعتبارها دماغ الخلية وهذا النوكليس أيضا محاط بالنوكلير انفلوب مثل ما نلاحظ هذا الخط المحيط بالنوكليس يعتبر النوكلير انفلوب والسيتو بلازم هو عبارة عن جميع محتويات الخلية المحصورة ما بين النوكلير انفلوب والبلازما منبرين يعني أن هذا اللون الذي ترونه مثل ما تلاحظون هذا اللون بالكامل بكل المحتويات الموجودة فيه يعتبر سيتو بلازم الخلية أما السيتو سول فهو عبارة عن السائل الموجود داخل السيتو بلازم فالسيتو بلازم هو عبارة عن السيتو سول بلاس السيل أورجينالز والسيل أورجينالز منها يعتبر الريبوزوم عبارة عن نوع من أنواع السيل أورجينالز ولكن السيل أورجينالز الأخرى أو السيل أورجينالز التي لا تختلف المصادر على اعتبارها أورجينالز هي عبارة عن الكولجي أفاراتيز رفع النبلاز بالراتيكولام السموذ النبلاز بالراتيكولام الميتوكندرية وإلى آخره من هذه الأورجينالز فهذه هي مكونات السايتوبلازم أما السايتوصل مرة أخرى فهو عبارة عن السائل الموجود ما بين هذه الأورجينالز ولكن قصتنا اليوم تدور حول الـ DNA والجين أكسبراشن للـ DNA مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ DNA الذي هو عبارة عن double strand عبارة عن ضفيرتين من النوكليك أسد فسيتم عمل ترانسكريبشن لهذا الـ DNA ويتم إنتاج الـ RNA فعملية تحويل الـ DNA إلى RNA نسميها ترانسكريبشن أي استنساخ فقمنا باستنساخ جزء من الـ DNA وأنتجنا بذلك الـ RNA وهذا الجزء من الـ DNA الذي تم استنساخه يكون في الغالب جين واحد وفي بعض الأحيان أكثر من جين اثنان من الجينز أو جين واحد على حسب احتياج الخلية ولكن لنفترض أن القصة عبارة عن جين واحد فقط وهو عبارة عن الجين المسؤول عن تكوين الـ collagen فالـ DNA يستطيع أن يقوم بإنتاج الـ collagen لأنه يملك الجينات الموجودة داخل النوات والتي هي عبارة عن جزء من الـ DNA يقوم باستنساخها إلى RNA مثل ما نلاحظ هنا الـ DNA تم عمل ترانسكريبشن له وكوننا الـ RNA وبالتالي سنستطيع أن نقوم بعمل ترجمة للـ RNA وبالتالي نقوم بإنتاج الـ protein مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ RNA أو الماسنجر RNA الماسنجر RNA هو النوع من الـ RNA الذي نستطيع أن نحوله إلى protein أو نستطيع أن نقوم بترجمته لكي نكون الـ protein هناك أنواع من الـ RNA ولكن ما يقرب 99% من الـ RNA هو عبارة عن الماسنجر RNA فمثل ما نلاحظ خرج هذا الـ RNA من الـ nucleus ودخل إلى السيتوبلازم أو السيتوسول وهنا سيقوم هذا الـ ribosome بعمل ترانسكريبشن لهذا الماسنجر RNA ويقوم بتكوين الـ protein وهذا الـ ribosome هو عبارة عن proteinات تحتوي على RNA ولكن نوع خاص من الـ RNA وبالتالي ستقوم هذه الـ ribosomes بقراءة الماسنجر RNA وستقوم هذه الـ ribosomes بترجمة الـ RNA إلى protein فـ RNA عبارة عن لغة معينة لا تفهمها الخلايا الأخرى لا يفهمها الجسم بشكل عام هي عبارة عن لغة خاصة داخل الخلية فقط فالخلية حينما تريد أن تعبر عن نفسها فتقوم بالتعبير عن نفسها عن طريق الـ protein لن تقوم بالتعبير عن نفسها عن طريق الـ RNA لأن الـ RNA لغة غير مفهومة لباقي الخلايا غير مفهومة داخل الجسم مفهومة فقط داخل الخلية كمثل ما نلاحظ قام الـ ribosome بعمل translation لـ messenger RNA وقام بتكوين هذا الـ protein مثلا نلاحظ هنا الجين الذي هو عبارة عن جزء من الـ DNA قمنا بعمل transcription له وبالتالي قمنا بإنتاج الـ RNA وبعد ذلك سنقوم بترجمة الـ RNA إلى أبروتين وبالتالي أصبح لدينا أبروتين داخل الخلية ومصير هذا البروتين إما أن يكون enzyme أو أن يكون structural protein enzyme أي عبارة عن أنزيم معين يؤدي وظيفة معينة وقد تعرفنا على بعض الـ enzymes مثلا في هذه المحاضرة حتى الآن الـ prolel hydroxylase هو عبارة عن بروتين ولكن نوع من البروتينات تعتبر enzymes لأنها تقوم بأداء وظيفة معينة والتي هي ببساطة تحفيز تفاعلات معينة تتم داخل الخلية وفي بعض الأحيان خارج الخلية ولكن structural protein هو عبارة عن بروتين سيدخل في تصنيع أو تركيب أنسجة معينة أو حتى في بعض الأحيان تصنيع أو تركيب خلايا معينة فمثلا هذه الخلية لابد أن تحتوي في تركيبها على بروتين سواء كان في الـ cell membrane سواء كان في الـ nuclear membrane أو الـ nuclear envelope وهكذا فحينما تكون وظيفة البروتين بنائية نقول أنه عبارة عن structural protein مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الريبوزوم الذي سيقوم بترجمة الماسنجر RNA ويقوم بالتالي بتصنيع البروتين مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن سلسلة من الأمينو أسدس التي ستكون البروتين وهنا هذا البروتين يحوي على برولين الذي بالنسبة للكولوجين فله أهمية كبيرة في استقرارية الكولوجين في أداء وظيفة الكولوجين بشكل عام مثل ما نلاحظ هذا عبارة عن رسمة توضيحية للخلية رسمة أكثر تعقيداً للخلية مثل ما نلاحظ هذه النواة تشغل جزء كبير من الخلية وهذه النواة تحتوي على الـ DNA ومثل ما نلاحظ هناك ثقوب في الـ nuclear envelope في الغشاء النووي تخرج من خلالها الماسنجر RNAs وهنا لدي هذه عبارة عن الـ rough endoplasmic ridiculum وهذه الـ smooth endoplasmic ridiculum وهذا هنا عبارة عن الـ colgy apparatus وهذه عبارة عن حويصلات ستحتوي على بروتينات جاهزة لكي تخرج إلى خارج الخلية وتؤدي وظيفتها في الأنسجة فمثل ما نلاحظ hydroxylation is a post-translational modification والآن نريد أن نقوم بتفسير هذه الجملة ولكن سنقوم بتفسيرها على خلية أبسط أو مخططة لخلية أبسط من المخطط السابق مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن النوات وهذا عبارة عن الـ DNA وهذه الـ nucleus التي هي عبارة عن النوية ليس لدينا شغل فيها ولكن ما يهمنا أن هذه النوات يحيط بها original يسمى rough endoplasmic reticulum وأيضا يوجد smooth endoplasmic reticulum ولكن rough endoplasmic reticulum والsmooth endoplasmic reticulum تقريبا هما نفس الشيء ولكن الفرق بينهما هو أن rough endoplasmic reticulum تحتوي على هذه الحبيبات مثل ما نلاحظ هذه الحبيبات هي عبارة عن الـ ribosomes الـ ribosomes التي ستقوم بتصنيع البروتين أما smooth endoplasmic reticulum فلن تحتوي على هذه الحبيبات فلن تقوم بتصنيع البروتين ولكن rough endoplasmic reticulum كلاهما يطلق عليهما endoplasmic reticulum فبعد أن تم تصنيع البروتين في الـ endoplasmic reticulum سيتم داخل هذه الـ endoplasmic reticulum بعمل modification للبروتين بإضافة hydroxyl group بإضافة في بعض الأحيان حتى glucose فنقول أننا قمنا بعملية glycosylation للبروتين أي قمنا بإضافة في بعض الأحيان نقوم بإضافة لبد للبروتين إضافة قطع من الدهون للبروتين وأيضا في بعض الأحيان نقول أننا عملنا hydroxylation للبروتين أي قمنا بإضافة hydroxyl group ولكن هذا لن يتم فقط في الـ endoplasmic reticulum أو تحديدا في الـ smooth والـ rough endoplasmic reticulum ولكن أيضا يتم في شيء نسميه الـ coldge apparatus والذي هو عبارة أيضا عن original مشابه للـ smooth والـ rough endoplasmic reticulum ولكن يكون الغاية منه عمل further modification عمل modification أكثر على البروتين وأعطى البروتين صفات خاصة لكي يستطيع أن يقوم بأداء وظيفته وبالتالي ينتهي المطاف بالـ coldge vesicles والـ coldge vesicles هي عبارة عن حويصلات تحته على بروتينات جاهزة لأداء وظيفتها ستخرج إلى خارج الخلية وبالتالي تقوم بأداء وظيفتها داخل الأنسجة فلو اعتبتنا فقط على النوات وقامت النوات بعمل ترانسكريبشن للـ DNA وقامت بتكوين الـ RNA وبالتالي قمنا بعمل ترانسليشن للـ RNA وقمنا بإنتاج بروتين دون أن نقوم بعمل modification لهذا البروتين دون أن نقوم بعمل post translational modification لهذا البروتين عن طريق الـ endoplasmic reticulum وعن طريق الـ coldge apparatus فسينتج لدي كولوجين ضعيف غير قادر على أداء الوظيفة المعهودة إليها مثلما نلاحظ هذه الصورة توضح الـ connective tissue مثلما نلاحظ هذه عبارة عن خلايا هذه خلايا تقوم بإنتاج الكولوجين مثلما نلاحظ هذه عبارة عن الفايبروبلاست ولدينا خلايا أخرى مثلما نلاحظ هذه عبارة عن الماكروفيت والتي عبارة عن خلايا مناعية وهناك أنواع أخرى من الخلايا هذه عبارة عن خلية دهنية مثلما نلاحظ هذا عبارة عن blood vessel وهذا هو عبارة عن الكولوجين مثل ما نلاحظ هذا الكولوجين تم تصنيعه بنفس الطريقة التي ذكرناها قبل قليل عن طريق الفايبرو بلاست سالس فمثل ما تلاحظون أن شكل الكولوجين يحطي إحاء بأن هذا الكولوجين هو من يقوم بإسناد هذا النسيج فمثل ما تلاحظون لو لهذا الكولوجين سيكون هذا النسيج من دون إسناد عبارة عن خلايا مثل ما تلاحظون خلايا مباثرة لا تستطيع أن تسند هذا النسيج ولنفترض أن هذا النسيج عبارة عن عظم أو عبارة عن وتر يقوم بربط العضلات مع العظام ويفتقر هذا النسيج للكولوجين يحتوي فقط على هذه الخلايا ولكم أن تتصوروا ماذا سيحصل سيكون هذا النسيج الذي نعتمد عليه بربط العضلات مع العظام سيكون عبارة عن نسيج رخو يحتوي فقط على العضلات وبالتالي لن نستطيع أن نحمل الأوزان التي نحملها في الجم ففي النادي الرياضي لكمال الإجسام نحن نعتمد على هذا الكولوجين في حمل الأوزان وأيضا لكم أن تتخيلوا وظيفة الفيتامين سي في هذه النقطة فلتوضيح الفكرة بشكل بسيط فالآن بعض الأشخاص الذين يقومون بالتعديل على السيارات فهذه السيارات في الأساس يتم تصنيعها ويتم إكمال تصنيعها في الحقيقة وأطلاقها حتى للأسواق فسيقومون هؤلاء المعدلين يأخذ هذه السيارة ويقومون بتعديلها لكي تتناسب مع العمل الذي سيقومون به في هذه السيارة وهذا نراه في أغلب سيارات السباق فمن دون هذا التعديل لن تستطيع هذه السيارات التي كانت في الأساس سيارات عادية إلى أن تدخل في سباقات قوية إلى حد ما فالحال هنا مشابه فسيتم تصنيع هذا الكولوجين فيبر ومن ثم سيدخل هذا الكولوجين فيبر في سلسلة من التعديلات لكي يتحول إلى كولوجين متين قادر على إسناد الجسم بالكامل في الحقيقة فلولا هذه العملية سيصبح الكولوجين عبارة عن روتين ضعيف وفي النهاية سيكون الكنكتف تشو أيضا ضعيف والكنكتف تشو كما ذكرت قبل قليل عبارة عن البون العظم عبارة عن النسيج الضام الذي سيكون في البلود فسولز أيضا في الجلد أيضا في كثير من التفاصيل ماذا يعني ذلك؟ في الحقيقة هذه عبارة عن وظيفة هذه الهايدروكسل جروب التي ستضاف إلى البرولل ريزديو وتحوله من البرولل ريزديو إلى هيدروكسي برولل ريزديو فهذه الهايدروكسل جروب ستعزز التفاعل ما بين هذه الفليفابتايد تشين والفليفابتايد تشين الأخرى لنفس الكولوجين مثل ما نلاحظ هنا الكولوجين يتكون من مجموعة من الفليفابتايد تشين فلدي الأحمر هنا ولدي الأخضر ولدي الأزرق فكل واحدة من هذه الألوان هي عبارة عن هيلكس وهيلكس تعني شكل حلزوني فهذه عبارة عن الألفا هيلكس التي تحدثنا عنها في بحاضرات البروتين فهذه الألفا هيلكس في الحقيقة تحتوي على البرولين فلو بقي البرولين واحده من دون إضافة هيدروكسل جروب لهذا البرولين فلن يقوم هذا البرولين بالتفاعل مع الأمينو أسس الأخرى من تشين أخرى وبالتالي لن ترتبط هذه التشين من الكولوجين مع بعضها البعض بشكل متين وبالتالي تحافظ على متانة هذا الكولوجين فايبر ولتوضيح الصورة أكثر فلدي هنا هذه عبارة عن polypeptide chain وهذه polypeptide chain أخرى وهذه أيضا polypeptide chain ثالثة سأضع كل واحدة منها في لون مختلف قمت بعمل نفس الألوان الموجودة في هذه الصورة فهذه عبارة عن سلسلة من الأمينو أسس مرتبطة مع بعضها البعض وهذه أيضا عبارة عن سلسلة أخرى وهذه عبارة عن سلسلة ثالثة فهنا لدي مثل ما نلاحظ هنا في هذه النقطة لدي أبرولين أمينو أسد أو لدي أبرولل رزيديو وهنا أيضا لدي أبرولل رزيديو وهنا أيضا لدي أبرولل رزيديو وهنا لدي لايسين أمينو أسد وهنا أيضا لدي أبرولين وهنا أيضا لدي لايسين فسأقوم بإضافة هايدروكسل أغروب لهذه البرولين وهذه اللايسين وأقوم بتحويلها إلى هيدروكسي أبرولين وهيدروكسي لايسين وسيتم ذلك بمساعدة الفيتامين سي ويتم ذلك عن طريق إنزايمز تسمى هيدروكسيليز فهنا سأقوم بإضافة OH فسيتحول هذا البرولين إلى هيدروكسي أبرولين وسأطلق عليه لفظة HY فسأضيف HY وبالتالي سيتحول من برولين إلى هيدروكسي برولين وأيضا هنا سأضيف HY فقمت بعمل هيدروكسي ليشن لجميع هذه الأمينو أسدس فبسبب وجود هذه الهيدروكسي غرو بسبب وجود هذه الOH فسيكون هناك تفاعل ما بين هذه الـ Chain في اللون الأخضر وهذه الـ Chain في اللون الأزرق وأيضا هذه الـ Chain في اللون الأحمر فسيحصل تفاعل من هذه النقطة إلى هذه النقطة مثلا من كلا هذين الـ Polybeptide Chains وأيضا سيحصل تفاعل من هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة مثلا ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة وهكذا فبعد هذه التفاعلات ستقوى الرابطة ما بين الـ Chain الخضراء والـ Chain الزرقاء والـ Chain الحمراء وبالتالي يصبح المنظر بهذا الشكل عبارة عن ثلاثة Polypeptide Chains مرتبطة مع بعضها البعض وملفوفة حول بعضها البعض بطريقة متينة وبالتالي تساهم في متانة هذا الـ Collagen Fiper وأيضا تساهم في متانة الـ Connective Tissue في النهاية فيصبح لدي نسيج ضام قوي أستطيع من خلاله على حمل الجسم بالكامل وهنا يتمثل بالـ Bone في العظام والثم نلاحظ هنا هذا المظهر بشكل واقعي أكثر لـ Collagen Fibers فـ Hydroxylation Reactions of Proline and Lysine require Molecular Oxygen في الرسـ Iron الذي هو عبارة عن آيون الحديد الثنائي and Reducing Agent والذي هو عبارة عن الفيتامين C أو الأسكوربك أسد أو الأسكوربيت فلكي تتم عملية الـ Hydroxylation هناك متطلبات لهذه الـ Hydroxylation وهي عبارة عن Molecular Oxygen تحتاج إلى الأكسجن وتحتاج إلى الفرس الذي هو عبارة عن آيون الحديد الثنائي وأيضا تحتاج إلى فيتامين C وهنا يكمن دور الفيتامين C فلولا هذا الفيتامين C لن تتم عملية الـ Hydroxylation وبالتالي سينتج لديه Collagen Fiber Unestable أي غير مستقر يتحطم بسهولة وليس هناك تفاعل متين ما بين الـ Polypeptide Chains مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن عملية الـ Gene Expression للـ Collagen Fibers فسيتم أولا بعمل Transcription للـ DNA سيتم استنساخ الـ DNA ونقوم بأخذ Messenger RNA وسيتم عمل Translation للـ Messenger RNA ويتم تحويله إلى بروتين مثل ما نلاحظ هنا هذا الـ Protein يتم تصنيعه بمساعدة الماسنجر RNA وهذا عبارة عن الـ Reposome الذي سيقوم بتصنيع هذا الـ Protein وبعد ذلك سيتم إضافة OH لهذه الـ Polypeptide Chain وهنا لدي أيضا Polypeptide Chain أخرى وبسبب وجود هذه الـ Hydroxyl أقروب الموجودة على كلا الـ Polypeptide Chain فستتفاعل هذه الـ Polypeptide Chain مع بعضها البعض وتؤدي في النهاية إلى تكوين Collagen مكون من ثلاثة Polypeptide Chain ملفوفة حول بعضها البعض بطريقة متينة وفي النهاية أحصل على Collagen Fiberg متين قوي قادر على أداء وظيفته بطريقة قوية وبالتالي أحصل على Connective Tissue قوي فالوظيفة الأولى للـ Vitamin C كانت عبارة عن عمل Hydroxylation للبرولين والليسين residues الموجودة في الـ Collagen وبالتالي تكوين Collagen مستقر قادر على أداء الوظيفة المعهودة إليه أما الآن فسنتعرف على الوظيفة الأخرى المهمة للـ Vitamin C وهي عبارة عن Enhance the Absorption of Iron from the Small Intestine وتحديداً from the Duodenum امتصاص آيون الحديد من الأمعاء الدقيقة وتحديداً من الـ 12 فلولا وجود الـ Vitamin C لن نستطيع القيام بامتصاص آيون الحديد وبالتالي سيحصل لدينا فقر دم بسبب نقص الحديد داخل الجسم مثل ما نلاحظ Vitamin C Enhances Absorption of Non-Heme FE FE هنا أشارة للحديد Iron Because it's the Coenzyme for Duodenal Cytochrome B والذي هو عبارة عن Ferry Reductase that Reduces FE Plus 3 to FE Plus 2 ماذا يعني ذلك؟ حينما نقوم بتناول آيون الحديد الثلاثي نحن نأخذ الحديد من الغذاء وفي الغذاء يوجد آيون حديد ثنائي ويوجد آيون حديد ثلاثي كما نلاحظ هنا فهذا آيون الحديد الثلاثي لن نستطيع أن نقوم بامتصاصه في الأمعاء الدقيقة وتحديداً في الدواظنم أو الـ 12 فبسبب ذلك سنحتاج إلى تحويل آيون الحديد الثلاثي إلى آيون حديد ثنائي وبالتالي يتم امتصاصه وإدخاله إلى داخل الـ enterocytes التي هي عبارة عن الخلايا المبطنة للدواظنم فهنا هذا هو عبارة عن الـ intestinal lumen الذي هو عبارة عن تجويف المعوي وهذه عبارة عن الـ enterocytes التي هي عبارة عن الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة وهذه عبارة عن circulation أي عبارة عن الدورة الدموية فهنا هذه الـ enterocytes هي عبارة عن حلقة الوصل ما بين التجويف المعوي والcirculation فهذه عبارة عن الخلايا التي ستقوم بامتصاص المواد الغذائية التي نتناولها وتقوم بنقلها من داخل الأمعاء الدقيقة إلى الـ circulation ولكي تتم عملية تحويل آيون الحديد الثلاثي إلى آيون الحديد الثنائي سنحتاج إلى إنزايم هو عبارة عن الـ duodenalcytochrome B والذي هو عبارة عن ferry reductase enzyme ferry reductase أي أنه سيقوم بتحويل الحديد من صيغته الفرك إلى صيغته الفرس فرك تعني آيون الحديد الثلاثي وفرس تعني آيون الحديد الثنائي فنحن نحتاج إلى أن يكون آيون الحديد بصيغته الفرس وسيكون للفيتامين سي مساهمة فعالة بعمل هذا الإنزايم فلولا وجود الفيتامين سي لن يقوم هذا الإنزايم بتحويل آيون الحديد الثلاثي إلى آيون الحديد الثنائي وبالتالي بعدم وجود الحديد في صيغته الثنائية لن يتم امتصاصه وحينما لا أستطيع الحصول على كمية كافية من آيون الحديد داخل الجسم فهذا سيؤدي إلى أنيميا أي سيؤدي إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد وسنتحدث عن هذا الشيء بعد قليل الآن الوظيفة الأولى كانت عبارة عن الكولوجين سينثيس والوظيفة الثانية كانت عبارة عن أما الوظيفة الثالثة فهي عبارة عن الكاتيكولامينز سينثيس والكاتيكولامينز هي عبارة عن نيرو ترانزميتر عبارة عن نواق العصبية تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها ومثال ذلك الأدرنالين الهرمون الذي هو عبارة عن نيرو ترانزميتر الذي ينطلق داخل الجسم والذي يقوم بتحفيز السمباثاتيك نيرو سيستم والذي هو عبارة عن الجزء من الأوتوناميك نيرو سيستم المسؤول عن فايت أو فلايت فايت أي القتال الحرب أما فلايت فهو الهروب وقد تحدثنا عن هذا الشيء في محاضرة خاصة عن النيرو سيستم تحديدا الجزء الثاني من النيرو سيستم هناك جزئين للنيرو سيستم في هذه القناة أحد الأجزاء المشاهدات عليه على ما أعتقد تجاوزت الخمسون ألف والجزء الثاني لم تتجاوز العشرون ألف لا أعلم لماذا ولكن موجودان على هذه القناة كلاهما فيتامين سي participates in the synthesis of katecholamines سيساهم الفيتامين سي في تكوين الكاتيكولامين والتي كما قلت هي عبارة عن نيرو ترانزميترز تساهم بالتواصل ما بين الخلايا العصبية مثلا نلاحظ أي الكاتيكولامين هي عبارة عن نيرو ترانزميترز كما قلت قبل قليل وهذه الكاتيكولامين هي عبارة عن الدوبامين عبارة عن النور أبينفرين والأبينفرين الأبينفرين هو عبارة عن الأدرنانين أيضا الأدرنانين هي عبارة عن لفظة أخرى للأبينفرين هذه النيورو ترانزمنترز جميعها تتكون من التايروسين التايروسين هو عبارة عن نوع من أنواع الأمينو آسيتز فهذا التايروسين سيدخل في سلسلة من التفاعلات وبالتالي سيتحول من تايروسين إلى دوبامين ولكي تتم عملية تحويل الدوبامين إلى نور أبنفرين فسنحتاج إلى وجود الأسكوربيت أو الفيتامين سي فلولا وجود الفيتامين سي لن نستطيع أن نقوم بتحويل الدوبامين إلى نور أبنفرين وبالتالي لن أستطيع أن أقوم بتصنيع النور أبنفرين والنور أبنفرين واحد من أهم النيورو ترانسميترز الموجودة في الجسم وحينما لا أستطيع أن أقوم بتصنيع النور أبنفرين فلن أستطيع أن أقوم بتصنيع الأبنفرين أو الأدرينالين بالتالي أنا لا أملك أدرينالين داخل الجسم وللأدرينالين وظائف مهمة جدا لا أستطيع أن أستغني عنها أبدا وقد تعرفنا في المحاضرة السابقة أن النور أبنفرين يتم تحويله إلى أبنفرين بمساعدة السام الذي هو عبارة عن الـ S-Adenosal Methionin وهذا الـ S-Adenosal Methionin يتم تصنيعه بمساعدة الفولك أسد والفيتامين بي 12 لذا دخل لدي الآن فيتامين ثالث يساهم في تصنيع النيورو ترانزميترز فإذا سئلت ما هي الفيتامين التي تساهم في تصنيع النيورو ترانزميترز فحتى الآن لديك ثلاثة فولك أسد، فيتامين بي 12، وفيتامين سي ومرة أخرى الفيتامين سي لديه مساهمة بأحد الـ Hydroxylase Enzyme دوبامين بيتا هيدروكسيليز الذي يقوم بتحويل الدوبامين إلى نور أبنفرين ولكن هذه المرة سيدخل الكوبر في الموضوع بدلا من دخول الحديد في الموضوع كما هو الحال في الكولوجين والوظيفة الرابعة التي سنتحدث عنها هي عبارة عن الكارنتين والكارنتين هو عبارة عن البروتين يقوم بإدخال الفاتي أسد داخل الميتوكوندريال ميتريكس والميتوكوندريال ميتريكس ببساطة هي عبارة عن داخل الميتوكوندرية فالميتوكوندرية تملك غشاءين الغشاء الخارجي الأوتر ميتوكوندريال ميمبرين والغشاء الداخلي الإنر ميتوكوندريال ميمبرين ففي داخل الغشاء الداخلي يكون لديه الميتوكوندريال ميتريكس إذا ما تلاحظون هذا هو عبارة عن مصدر في الهستولوجي وهنا هذا جزء السايتولوجي من الهستولوجي إذا ما تلاحظون هذه عبارة عن الميتوكوندري التي هي عبارة عن أحد عضيات الخلية مثل ما تلاحظون هذا الشكل مبسط للميتوكوندرية وهذه الميتوكوندرية تحت المجهر الالكتروني تحت الالكترونيك مايكروسكوب ومثل ما نلاحظ هذه الصورة أكثر تأقيدا للميتوكوندرية مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الأوتر ميتوكوندرية الممبرين وهذا هو عبارة عن الإنر ميتوكوندرية الممبرين فهنا في الضبط تقبع الميتوكوندريال ميتريكس والتي هي ببساطة عبارة عن داخل الميتوكوندرية عبارة عن الغرفة الداخلية للميتوكوندرية التي تكون إلى الداخل من الإنر ميتوكوندريال منبعين ومثل ما تلاحظون هذه عبارة عن التي سي اي سايكل أو السايتر كاسد سايكل سنتحدث عنها إن شاء الله في محاضرات خاصة عن الكربوهايدريتز ميتابوليزم ولكن أردت فقط أن تتصوروا شكل الميتوكوندرية ولكن ما يهمنا أن هذا الكارنيتين يساهم في إدخال الفاتي أسد داخل الميتوكوندرية الميتريكس وبالتالي أقوم باستخلاص الطاقة من هذه الفاتي أسد لو لا وجود الفيتامين سي لن أستطيع أن أقوم بتصنيع هذا البروتين وحينما لا أستطيع أن أقوم بتصنيع هذا البروتين فستتجمع هذه الفاتي أسد داخل الفلية وبالتالي ستؤدي إلى مشاكل كثيرة داخل الخلية فالوظيفة الأولى للفيتامين سي كانت عبارة عن الكولوجين سينثيس وهي عبارة عن عملية هايدروكسليشن للبرولين واللايسين والوظيفة الثانية كانت عبارة عن عمل ريدكشن للفرق وتحويله إلى فرس فهذه عملية ريدكشن والوظيفة الثالثة كانت عبارة عن الكاتيكولامين سينثيس وهنا تم عمل هايدروكسليشن للدوبامين وقمنا بتحويله إلى نور أبنفرن فأيضا عملية هايدروكسليشن من جديد وأيضا هنا في الكارنتين سينثيس فإن الفيتامين سي أيضا سيقوم بعملية هايدروكسليشن فهذه الثلاث أمثلة عن الهايدروكسليشن يقوم بها الفيتامين سي ومثال واحد عن الريدكشن يقوم به الفيتامين سي ومثل ما نلاحظ كارنتين is a protein that is used to transport fatty acids to the mitochondria مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الباثوي الذي سيتم من خلاله تكوين الكارنتين لا يهمني بصراحة أن أشرح جميع التفاصيل الموجودة هنا في هذا المخطط ولكن ما يهمني أن للفيتامين سي وللفرس لأيون الحديد الثنائي هنا مساهمة بتصنيع هذا الكارنتين وهنا سيحصل نفس التفاعل بالضبط الذي تم بالكولوجين سينثيس وهو عمل هايدروكسليشن لأمينة أسد معين أي سيتم إضافة هايدروكسلوغروب OH لهذا الأمينة أسد الداخل في تكوين الكارنتين فكما تلاحظون أيضا هنا للمرة الثالثة فلدي هايدروكسليز إنزايم سيحتاج إلى وجود الفيتامين سي فلولا وجود هذا الفيتامين سي لن أستطيع أن أقوم بتصنيع هذا الكارنتين الآن السؤال إذ لم أستطع أن أقوم بتصنيع الكارنتين ما الذي سيحصل؟ مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن المخطط الذي يوضح ما هي وظيفة الكارنتين مثل ما نلاحظ هنا لدي فاتي أسد وهذا الفاتي أسد في النهاية سيدخل إلى الميتوكوندريل ولكن لن يدخل إلى الميتوكوندريل ميتريكس فمثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن السيتوسول والسيتوسول هو عبارة عن السائل الموجود في السيتوبلازم فهنا هذا هو عبارة عن سيتوبلازم الخلية وهذا هو عبارة عن الأوتر ميتوكوندريل منبرين أي هذا هو عبارة عن الممبرين الخارجي للميتوكوندرية الغشاء الخارجي للميتوكوندرية فاستطاعت الفاتي أسيدز على أن تدخل إلى داخل الميتوكوندرية من خلال الأوتر ميتوكوندرية الممبرين ولكنها بقيت عالقة ما بين الأوتر ميتوكوندرية الممبرين والإنر ميتوكوندرية الممبرين ولن تستطيع أن تمر من خلال الإنر ميتوكوندريال منبرين الغشاء الداخلي للميتوكوندرية من دون وجود هذا الكارنيتين وإن لم تستطع أن تدخل إلى الميتوكوندريال ميتريكس هذا هو عبارة عن الميتوكوندريال ميتريكس فلن يتم عمل ميتابوليزم لهذه الفاتي أسيد أي لن أستطيع أن أقوم بعمل هضم لهذه الفاتي أسيد ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الكارنيتين ترانسفيريز 1 فسيقوم بانتزاع الكوينزايم A من الفاتي أسل كوينزايم A وسيتحد الكارنيتين مع الفاتي أسل وبالتالي سيستطيع هذا المركب الناتج من اتحاد الكارنيتين مع الفاتي أسل سيستطيع أن يمر من خلال الإنر ميتوكوندريال منبرين ويدخل إلى داخل الميتوكوندريال ميتريكس وسيقوم إنزايم ثاني والذي هو عبارة عن الكارنيتين ترانسفيريز 2 بعكس العملية التي قام بها الكارنيتين ترانسفيريز 1 فسيقوم بإرجاع الفاتي أسل كارنيتين إلى كارنيتين وسيقوم بإعادة اتحاد الكوينزايم A مع الفاتي أسل وبالنهاية سيعود الفاتي أسل كوينزايم A إلى وضعه الأول مثل ما نلاحظ هنا هذا هنا يشابه هذا هنا ويشابه أيضا هذا هنا وبالتالي هذا المركب سيدخل في سلسلة من التفاعلات يتم خلالها استخلاص الطاقة من هذا المركب وبالتالي أحصل على طاقة فلولا وجود هذا الكارنيتين لن نستطيع أن نقوم بإدخال الفاتي أسل إلى داخل الميتوكوندريال ميتريكس وبالتالي لن أستطيع أن أقوم بهضم الفاتي أسل والوظيفة الأخيرة للفيتامين سي هو مساهمة الفيتامين سي في الإميون فونكشن مساهمة الفيتامين سي في الجهاز المناعي فيتامين سي is an essential micronutrient for humans with a pleiotropic functions related to its ability to donate electrons أي أن الفيتامين سي لديه وظائف كثيرة داخل الجسم والوظيفة الأساسية للفيتامين سي تتمحور حول إمكانية الفيتامين سي بإعطاء ألكترون وأعطاء ألكترون تعني أن الفيتامين سي يقوم بعملية reduction فالوظيفة الأساسية للفيتامين سي هي عمل reduction أي باعتبار أن الفيتامين سي هو عبارة عن reducing agent باعتبار الفيتامين سي يقوم بإعطاء ألكترون فهو يعتبر antioxidant وأخرى سنتحدث عن anti-oxidation إن شاء الله في محاضرة الريبوفلافين والنياسين فهما أيضا لديهم مساهمة في anti-oxidation الفيتامين سي يعتبر co-factor في إنزايم تقوم بعملية الجين regulation أي مجموعة من الإنزايم تقوم بعملية تنظيم جيني داخل الجسم أي تقوم بتحفيز عمل جين expression لمركبات معينة داخل الجسم وهذه المركبات المعينة لها در فعال في الimmune system سنتحدث عن بعضا منها بعد قليل تحدثنا قبل قليل عن الجين expression للglycogen وهذه الجين expression نفسها تتم في أي عملية تصنيع بروتين فالإنسولين هو عبارة عن بروتين والglycogen هو عبارة عن بروتين والhydroxylase هو عبارة عن بروتين فهذه الجين expression تستخدم في تكوين بروتينات تعمل كهربونات مثل الإنسولين وتستخدم في تكوين بروتينات تعمل كإنزايمز كما هو الحال في الhydroxylase وأيضا تستخدم في تكوين بروتينات تكون structural protein كما هو الحال في الـ glycogen ولكن نحن لم نتحدث عن ما هي العوامل أو ما هي الأدوات التي من خلالها نستطيع أن نتحكم بنسبة حصول هذه الجين أكسبرشن فمثلا إذا احتاج الجسم إلى أعداد أكبر من الجليكوجين أو احتاج الجسم إلى أعداد أكبر من الإنسولين فكيف ستتم عملية زيادة هذا العدد في تكوين أي نوع من أنواع البروتينز سيتم ذلك من خلال الجين ريجولاتري إنزايمز هناك إنزايمز معينة سنستطيع التحكم بها ومن خلالها أما نقوم بزيادة عملية الجين أكسبرشن زيادة معدل الجين أكسبرشن لبروتين معين أو العكس نقوم بتقليل معدل الجين أكسبرشن لإنزايم معين وهناك الكثير من البروتينز لها دور مناعي فعمل جين ريجوليشن لهذه البروتينز التي تقوم بدور مناعي شيء مهم سنحتاج له حينما يكون لدينا انفكشن حينما يكون لدينا التحاف فنحن نحتاج إلى هذه البروتينات التي تقوم بدور مناعي أكثر من الحالة الطبيعية لذا نحتاج إلى أن يكون لدينا أداة نستطيع من خلالها أن نزيد معدل الجين أكسبرشن لهذه البروتينز لذا فالفيتامين سي دور في عمل جين أكسبرشن لعدد من المركبات لها وظيفة منعية أي للفيتامين سي مساهمة للإميون سيستم على مستوى خلوي سيكون للفيتامين سي تأثير على بعض الخلايا المناعية داخل الجسم على بعض خلايا الدم البيض داخل الجسم وهذه الخلايا منها ما يكون إنيت إميون سيستم ومنها ما يكون أدابتف إميون سيستم والإنيت إميون سيستم ببساطة هو عبارة عن الجزء من الجهاز المناعي الذي نولد ونحن نملكه فمثلا الجلد هو عبارة عن وسيلة دفاعية ضد المايكروبات الموجودة في البيئة الخارجية فهذا الجلد يعتبر أحد أعضاء الإنيت إميون سيستم وأيضا هناك خلايا داخل الجسم مسؤولة عن قتل البكترية أيضا تكون عبارة عن إنيت إميون سيستم أو عبارة عن أحد أعضاء الإنيت إميون سيستم فكما قلت أن الإنيت إميون سيستم هو عبارة عن جزء من الجهاز المناعي الذي ينولد ونحن نملكه أما الأدابتف إميون سيستم أو الأكوايرد إميون سيستم ببساطة هو عبارة عن الجزء من الإميون سيستم الذي نكتسبه حينما نتعرض لإنفكشن معين حينما نتعرض لالتهاب بكتري أو فيرال التهاب فيروسي معين فمثال ذلك كورونا حينما نتعرض للإصابة بكورونا فنحن نقوم بتكوين حماية مناعية خاصة ضد فيروس كورونا فهذا يعتبر أدابتف إميون سيستم أي عبارة عن إميون سيستم مكتسب لم نولد به ولكن اكتسبناه بعد أن تعرضنا لإنفكشن فما يهمنا أن للفيتامين سي مساهمة في الادابتف إميون سيستم وفي الانيد إميون سيستم في الاميون سيستم الذي نولد ونحن نملكه وفي الاميون سيستم الذي نكتسبه بعد التعرض لإنفكشن معين في الحقيقة دور الفيتامين سي في مناعة الجسم يحتاج إلى محاضرات على ما أعتقد وليس بحضرة واحدة ولكن ما يهمنا هي الأماكن التي يقوم الفيتامين سي بالتأثير عليها في الاميون سيستم خلايا أجزاء من الاميون سيستم بشكل عام يكون للفيتامين سي تأثير عليها فمثلا هنا الفيتامين سي سيكون له مساهمة بالحفاظ على الإبيثيليل تيشو الذي هو عبارة عن النسيج الطلائي أو النسيج الظهاري الذي يعتبر أحد الوسائل الدفاعية ضد البكتيريا أو ضد البيئة الخارجية ومن هذا مثلا الجلت وأيضا من هذا عبارة عن الإبيثيليل تيشو الموجود في الانتستن أي النسيج الطلائي المبطن للأمع فعدم موجود الفيتامين سيؤدي ذلك إلى تعرضنا للإنفكشن من الجلد وتعرضنا للإنفكشن أيضا من الجهاز الهضمي فلن يكون لدينا حماية كافية من البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي أو البكتيريا الموجودة على الجلد مثلا فالفيتامين سي يساهم بحمايتنا عن طريق هذه الباريورز وأيضا باعتبار أن الفيتامين سي هو عبارة عن أنتي أوكسيدنت فهو يقوم بعمل ريدكشن لبعض المركبات التي تؤدي إلى حدوث دفاعلات خطيرة داخل الجسم سنتحدث عن أنتي أوكسيدنت إن شاء الله في محاضرة النياسين والريبوفلافين بطريقة تفصيلية أكثر ولكن ما يهمنا أن الفيتامين سي يقوم بحمايتنا من هذه الأيونات التي تكون عبارة عن مركبات أيونية شديدة التفاعل وبالتالي تؤدي إلى إحداث ضرر داخل الجسم بشكل كبير أي أن الفيتامين سي يتجمع داخل الخلايا التي تقوم بعملية الفاغوسيتوسي والفاكسيتوسي ببساطة هي عملية الالتهام الخلوي تقوم بعض خلايا الدم البيض بالتهام البكترية ومثال ذلك النيوتروفولز وأيضا الماكروفيدز تقوم بالتهام البكترية وتقوم بالتهام أيضا الفيروسات وبعد أن تقوم بالتهامها فستقوم بتكوين مركبات نسميها رياكتف أوكسجين سبيشيز هذه المركبات ببساطة هي عبارة عن أيونات شديدة التفاعل تتفاعل مع المركبات الموجودة في البكترية والمركبات الموجودة في الفيروس وبالتالي تقوم بقتل هذه البكترية أو بقتل هذا الفيروس وأيضا الفيتامين سي يساهم في الكيموتاكسز والكيموتاكسز ببساطة هي عبارة عن عملية جذب خلايا الدم البيض خلايا الدم المناعية لمكان الانفكشن لمكان الالتهاب أو مكان تواجد البكترية أو الفيروس فبنقص الفيتامين سي لن تستطيع خلايا الدم البيض أن تصل إلى مكان الانفكشن وأيضا لن تستطيع الفاغا سيتيك سالز التي يعبار عن نوتروفولز أو الماكروفيدز بالتهام البكترية أو الفيروس وأيضا لن تقوم هذه الماكروفيدز أو النوتروفولز بتكوين رياكتف أوكسجين سبيشيز مركبات شديدة التفاعل أو أيونات شديدة التفاعل تقوم بقتل هذه البكترية أو الفيروس فهذه الثلاثة هي من أهم وظائف الفيتامين سي فيما يتعلق بالإميون سيستم أما الآن فسنتأرف على الكيموتاكسز والتي هي عبارة عن عملية يتم من خلالها حركة خلايا الدم البيض باتجاه مكان الانفكشن مكان الانفكشن ببساطة هو عبارة عن مكان تواجد البكترية أو مكان تواجد الفيروس وسنحتاج إلى الفيتامين سي لأداء هذه العملية مثل ما نلاحظ كيموتاكسز أي أن الكيموتاكسز هي عبارة عن عملية حركة خلايا الدم البيض ولكن بالاستجابة إلى مواد كيميائية معينة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن البلد بسل الذي هو عبارة عن الوعاء الدموي التي تكون اللوكوسايت موجودة في داخله اللوكوسايت هي عبارة عن خلايا الدم البيض White Blood Cells وأحد خلايا الدم البيض هي عبارة عن النيوتروفول التي تقوم بعملية الفاكوسايتوس والفاكوسايتوس هي ببساطة عملية التهام البكترية أو الفيروس وبالتالي نتخلص من هذه البكترية أو الفيروس فمثل ما نلاحظ هذه اللوكوسايت أو النيوتروفول موجودة داخل الوعاء الدموي فستقوم هذه النيوتروفول بالحركة باتجاه الوال أوف ذا بلاد فاسل باتجاه جدار الوعاء الدموي وذلك لأنها انجذبت لمواد كيميائية معينة مثل ما نلاحظ نسميها كيموكاينز هذه الكيموكاينز ببساطة هي عبارة عن رواح تقوم النيوتروفول بشمها وبالتالي تتجه باتجاه الكيموكاينز وهذه الكيموكاينز تنطلق من مكان الانفكشن من مكان تواجد البكترية مثل ما نلاحظ قامت هذه الوينتروفول بالالتساق بجدار الوعاء الدموي وبالتالي خرجت من الوعاء الدموي وانتقلت إلى مكان الانفكشن انتقلت إلى الانترستيشن الذي هو عبارة عن الفراغ ما بين خلايا النسيج فحينما وصلت هذه الانترستيشن الى البكترية قامت بالتهام هذه البكترية وبعد ذلك ستقوم بتحليل هذه البكترية والتخلص منها وبعد ذلك ستموت الانترستيشن فلن تبقى على قيد الحياة بعد ان قامت بالتهام البكترية كما هو الحال في النحلة حينما تقوم بقرصنا فانها تموت فمرة اخرى الكيموتوكسيز هي عبارة عن عملية جذب الميوتروفوز باتجاه مكان الانفكشن وتتم هذه العملية باستخدام مواد كيميائية معينة احد امثلتها هي عبارة عن الكيموكاينز وهذه الكيموكاينز نحتاج إلى الفيتامين سي لكي نقوم بتصنيعها فلولا الفيتامين سي لن نستطيع ان نقوم بتصنيع هذه الكيموكاينز فحينما تنخفض نسبة الفيتامين سي او يصبح لدي فيتامين سي ديفيشن سي نقص في الفيتامين سي فلن استطيع ان اقوم بتكوين كمية كافية من الكيموكاينز وبالتالي لن تصل هذه النيوتروفوز الى مكان الانفكشن وبالتالي هذه البكترية تتكاثر اكثر وربما تؤدي الى ضرر جسيم داخل الجسم اما الآن فسنشاهد فيديو يوضح عملية الكيموتوكسيز وذلك لكي نتصور هذه العملية بشكل مبسط وبالتالي تعلق في اذهاننا مثل ما نلاحظ نحن الآن داخل الوعاء الدموي هذه عبارة عن الاربيسيز وهذه عبارة عن الوايت بيسيز وهذه عبارة عن اليوتروفوز مثل ما نلاحظ تنشأ الوايت بيسيز والاربيسيز بشكل عام داخل البون مرع داخل نخاء العظم وبعد ذلك تغادر نخاء العظم وتدخل الى داخل الدورة الدموية وتبقى في الدورة الدموية من ثلاث ساعات الى اثنى عشر ساعة ولكن بعد ذلك ستتحسس وجود ستلاحظ وجود كيموكاينز مثل ما نلاحظ هذه الخضراء عبارة عن كيموكاينز عبارة عن روائح قامت هذه النيوتروفوز بشمها وبالتالي تستكشف مكان وجود هذه الكيموكاينز وبعد ذلك ستمر من خلال الوعاء الدموي وتدخل الى داخل النسيج الحاوي على هذه البكترية وبالتالي قامت هذه النيوتروفوز بالبحث عن مصدر هذه الكيموكاينز ووجدت ان مصدر هذه الكيموكاينز هي عبارة عن نوع من انواع البكترية مثل ما نلاحظ فقامت هذه النيوتروفوز بالتهام البكترية وبالتالي قامت بتحليل هذه البكترية قامت بقتل هذه البكترية داخل النيوتروفوز وسنتحدث ان شاء الله في المستقبل عن كيف تقوم النيوتروفوز بقتل هذه البكترية وبعد ان قامت هذه النيوتروفوز بقتل عدد من البكترية فقامت النيوتروفوز باداء دورها وبالتالي ستموت هذه النيوتروفوز فمثل ما نلاحظ ماتت هذه النيوتروفوز بعد ان قامت بالتهام البكترية وبتحليل البكترية وهذا يعني ببساطة ان النيوتروفوز بعد ان تقوم بعملية قتل البكترية أو بعد ان تقوم بوظيفتها فنحتاج الى ان نتخلص من هذه النيوتروفوز فقد قمنا بانفاق النيوتروفوز على هذا الانفكشن الذي حصل لدي فسأقوم بعمل أبابتوسيز لهذه النيوتروفوز والأبابتوسيز ببساطة هو عبارة عن برورامد سيل داث أي عبارة عن موت للخلية ولكن من دون احداث انفلامتري رسبونس ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة هو عبارة عن قتل صامت للخلية فهذه النيوتروفوز بعد ان قامت بوظيفتها وقتلت البكترية سنقوم بقتل هذه النيوتروفوز وسيتم ذلك عن طريق الماكروفوز أي ستضحي النيوتروفوز بنفسها حينما تأتي للدفاع عنها ضد البكترية على الرغم أن هذه المحاضرة ليست محاضرة إميونولوجي مناعة وإنما هي عبارة عن محاضرة فيتامين سي ولكن مع ذلك أعتقد أن من الضروري وضع هذه المعلومة بشكل دقيق في أذهانكم الأبابتوسيز أيضا يعرف بالسال سويسايد أي انتحار الخلية وفي الحقيقة فأن النيوتروفوز تقوم بالانتحار بعد أن تؤدي وظيفتها وستقوم بعد ذلك الماكروفوز بالتهام بقايا النيوتروفوز بعد أن قامت بقتل نفسها أي أن الماكروفوز هي عبارة عن خلايا تقوم بالتهام بقايا النيوتروفوز وليست عبارة عن خلية تقوم بقتل النيوتروفوز The role of vitamin C in lymphocytes is less clear But it has been shown to enhance differentiation and proliferation of B and T lymphocytes Likely due to its gene regulatory effects دور الvitamin C في اللymphocytes function ليس واضح بشكل كبير مثل ما هو الحال في النيوتروفز والماكروفيد ولكن تم الإثبات بشكل فعلي بأن الvitamin C ساعم في عمل proliferation و differentiation للليمفوسايت proliferation تعني تكاثر الخلايا زيادة عدد الخلايا أما differentiation فببساطة تعني التمايز الخلوي ماذا يعني التمايز الخلوي؟ لكي نوضح فقط مصطلح differentiation خلايا الدم بشكل عام تنشأ من خلية واحدة فقط ولكن هذه الخلية الواحدة فقط ستكون أيضا مجموعة من الخلايا الأخرى وكل واحدة من هذه الخلايا الأخرى ممكن أن تصبح أكثر من نوع من الخلايا فهذه الخلية الأم التي من الممكن أن تصبح أي خلية من هذه الخلايا من خلايا الدم فنسميها بالستمسلز الاستمسلز أي الخلايا الجذائية التي هي عبارة عن خلايا غير متخصصة ممكن أن تتخصص إلى أي نوع من أنواع خلايا الدم وفي الحقيقة هذا الشيء ليس موجود فقط في خلايا الدم وإنما أيضا في الجلد فنحن نقوم بتكوين الخلايا بين فترة وأخرى فلدينا استمسلز موجودة في الأبيثيليال تيشيو الذي يكون الجلد مثلا نلاحظ هذا المخطط يوضح أن خلايا الدم جميعها تنشأ من خلية واحدة وهي عبارة عن الهيمابيوتك استمسل مثلا نلاحظ هذه العمليات جميعها تحصل داخل البون مرة مثلا نلاحظ هنا يوضح أن هذه جميعها تحصل داخل البون مرة وبعد ذلك ستخرج الخلايا إلى الدم وبعد ذلك أيضا الخلايا المناعية مثلا نلاحظ ستذهب إلى الكنكتف تيشيو وتكمل عملية الديفرينشيشن فعملية تحول الهيمابيوتك استمسل إلى مثلا ناترال كيلر سل هي عبارة عن عملية ديفرينشيشن ولهذه الديفرينشيشن مراحل طويلة مثلا نلاحظ فتحولها من هيمابيوتك استمسل إلى كمن لونفويد بروجينيتر استمسل ومن ثم تتحول إلى بري ناترال كيلر سل وبعدها تتحول إلى ناترال كيلر سل ومن ثم تدخل إلى داخل الكنكتف تيشيو وهنا تؤدي دورها حتى تموت ومن ثم نلاحظ أيضا هذا المخطط يوضح الديفرينشيشن أوف لوكوسايت وأيضا الاريثروسايت الاريثروسايت هي عبارة عن الريد بلتساز عبارة عن خلية الدم الحمراء أما اللاكوسايت فهي عبارة عن خلايا الدم البيض هذا المخطط فقط لكي يضع في أذهانكم فكرة الديفرينشيشن ليس وظيفة هذه المحاضرة أن تقوم بشرح هذا المخطط بشكل تفصيلي ولكن الفكرة الأساسية من هذا المخطط هنا هو توضيح فكرة الديفرينشيشن فعملية تخصص الخلايا من خلية أوم إلى خلية ناضجة نسميها ديفرينشيشن لضافة الفيتامين سي له مساهمة في الديفرينشيشن لالتي والبي لمفوسايتس وتعزى هذه الوظيفة للفيتامين سي لأن الفيتامين سي له دور في الجين ريوليشن أي في عمل التنظيم الجيني أي الفيتامين سي يساهم في تحديد فيما إذا سيتم عمل جين أكسبرشن لهذا الجين أو لا أي يقوم الفيتامين سي بتحفيز عمل جين أكسبرشن لجين معين فهذه أحد وظائف الفيتامين سي فمساهمة الفيتامين سي في الديفرينشيشن لالتي والبي لمفوسايتس آتي من هذه الوظيفة للفيتامين سي وهي الجين ريوليشن النقص الحاصل في الفيتامين سي سيجعل الشخص الذي لديه بيتامين سي ديفيشن سي أكثر عرضة للإمفكشن وأيضا سيحصل هناك خلل في الإميون سيستم له سيحصل خلل في جهازه المناعي أي حينما يتعرض شخص معين لإمفكشن فإن هذا الإمفكشن سيؤثر على تركيز الفيتامين سي داخل الجسم فسنحتاج إلى كمية أكثر من الفيتامين سي باعتبار أن الفيتامين سي يساهم في الإميون رسبونس للجسم يساهم في الاستجابة المناعية للجسم البشري أحينما نقوم بإعطاء شخص معين فيتامين سي بصيغة دايتاري سيبليمنت فإننا نقوم بزيادة كفاءة الجهاز المناعي لهذا الشخص وإيضا في بعض الأحيان يستخدم الفيتامين سي to prevent infection أي يستخدم للوقاية كبروفيلاكسس بروفيلاكسس تعني وقاية ونحن كنا نستخدم الفيتامين سي في الوقاية من فيروس كورونا إذا نحن معتادون على هذا الشيء ولكن بعض الأبحاث تقول أن للفيتامين سي مساهمة في الشفاء من الانفكشنز التي تصيب الرسبايرتاري سيستم وأيضا السيستيميك انفكشنز الانفكشنز التي تصيب الجسم بالكامل بعض الأبحاث تقول أننا من الممكن أن نستخدم الفيتامين سي باعتباره علاج نأخذه مثل ما نأخذ العلاج في بعض الأمراض ليس في جميع الأمراض لأنه يقوم بتحفيز الجهاز المناعي ولكن نحتاج إلى أن نأخذه بكميات كبيرة مقارنة مع أي فيتامين آخر فلكي نقوم بعمل بروفيلاكسس أي نقوم بوقاية أنفسنا من أمراض معينة نقوم بأخذ من 100 إلى 200 ميلي جرام per day ولكن لكي نستخدم الفيتامين سي في العلاج نستخدمه كعلاج فنحتاج إلى كمية أكبر من هذه بكثير ولكن ليفين كوت رأيه معين سنتعرف عليه بعد قليل ولكن ما يهمنا أن هناك أبحاث تقول أن من الممكن استخدام الفيتامين سي كبروفيلاكسس ضد أمراض معينة تخص الجهاز التنفسي في الريسپاريتري انفكشن وفي السيستيميك انفكشن وأيضا بعض الأبحاث تقول أن الفيتامين سي ممكن أن يستخدم كعلاج حينما يعطى بتراكيز عالية ضد بعض أنواع الإنفكشن مثل ما نلاحظ هذا جدول يوضح ما هي مساهمة الفيتامين سي في الإميون سيستيم هو في الحقيقة ليس يوضح وإنما يلخص أي ما هي مساهمة الفيتامين سي في الوظائف المناعية داخل الجسم مثل ما نلاحظ يساهم الفيتامين سي في أربعة أماكن لن أدخل في الكثير من التفاصيل فيما يخص هذا الجدول لأن في الحقيقة هذا الجدول يحتاج إلى محاضرات لكي نفهم كل تفصيلة متعلقة بهذا الجدول ولكن ما يهمنا أن نفهم أن الأبيثيليال باريورز تمثل طبقة الأبيثيليال تيشيو طبقة النسيج الظهاري أو الطلائي الموجودة في الجسم والتي تكون بتماس مع البيئة الخارجية ومثال ذلك الجلد مثال ذلك أيضا الميوكوزا الذي هو عبارة عن النسيج المخاطي المبطن للفم وللمريء وللأمعاء وإلى آخره من تجاويف الجسم التي تكون بتماس مباشر مع البيئة الخارجية لذا وجود الفيتامين سي سيحافظ على كفاءة هذا الأبيثيليال باريورز أو كفاءة هذه الأبيثيليال باريورز في الجمع عبارة عن حواجز ضد التهديدات الخارجية التي تأتي من البيئة الخارجية ضد الفيروسات وضد البكترية وأيضا سيساهم الفيتامين سي في عمل الفوغوسايتس الفوغوسايتس هي عبارة عن الخلايا التي تقوم بالتهام الفيروسات والبكترية أيضا ومثال ذلك النيوتروفولز والماكروفيز التي تحدثنا عنها قبل قليل وأيضا للفيتامين سي مساهمة بتصنيع البي والتي ليمفوسايتس فسيساهم الفيتامين سي في الديفرانشيشن للبي والتي ليمفوسايتس وأيضا البرولفريشن أي في تكاثر البي والتي ليمفوسايتس في تكثير عدد البي والتي ليمفوسايتس وأيضا في تخصيص الـ T و LV lymphocytes فلولا وجود الفيتامين سي فستبقى هذه الليمفوسايت كخلية أم ولن تتحول إلى خلية فعالة بشكل فعلي تقوم بأداء وظيفة معينة وأيضا للفيتامين سي مساهمة في إنتاج الـ Inflammatory Mediators و- Inflammatory Mediators تعني مجموعة من المركبات الكيميائية داخل الجسم التي تقوم بتحفيز أو تنظيم الجهاز المناعي فمثلا إذا دخلت بكتيريا داخل الجسم ووصلت إلى الدم فإن ذلك سيحفز مجموعة من هذه المركبات وبالتالي يصبح لدي Inflammatory Response داخل الجسم تحصل لدي استجابة مناعية داخل الجسم بعدم وجود هذه Inflammatory Mediators ستدخل البكتيريا ولن تحصل على الاستجابة المناعية المناسبة التي تساعدني على التخلص من هذه البكتيريا فبالتالي عدم حصول هذه Inflammatory Response سيؤدي إلى إعطاء فرصة للبكتيريا أو للفيروس بعمل دفاعات ضد الإميون سيستم وبالتالي سيصبح التخلص من هذا التهديد البكتيري أو التهديد الفيروسي مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن Epithelial Tissue المتمثل بالسكين هذا هو عبارة عن الجلد وهنا يتضح لدي الConnective Tissue فهذه عبارة عن طبقة الDermis الموجودة في الجلد وهذه عبارة عن طبقة الEpithelial Tissue الموجودة في الجلد فهذه الDermis هي عبارة عن Connective Tissue يحتوي على Collagen Fibers بعد موجود الCollagen سينهار هذا الConnective Tissue أو إذا كان الCollagen ليس متين كفاية لا يستطيع أن يقوم بأداء وظيفته بأفضل حال فأيضا سيؤدي ذلك إلى انهيار هذا الConnective Tissue الموجود في الجلد وأيضا موجود Connective Tissue أسفل مباشرة من الجلد فبالتالي سيؤدي ذلك إلى ضعف في دفاعات الجسم ضد البيئة الخارجية أو ضد التهديدات التي تأتي من البيئة الخارجية قد تعرفنا على هذا المخطط في بداية هذه المحاضرة وكانت الغاية الأساسية من هذا المخطط هو ببساطة أخذ فكرة عامة عن functions of vitamin C وبعد ذلك دخلنا بتفاصيل كل وظيفة من وظائف الفيتامين C والآن سنقوم بتلخيص سريع لوظائف الفيتامين C ولكن إذا قمتم بإيقاف هذا الفيديو ونظرتم إلى تفاصيل هذا المخطط فمن المفترض أن تكونون قادرين على شرح وظائف الفيتامين C بشكل إلى حد ما مستفيد والتركيز على النقاط المهمة في وظائف الفيتامين C فسنحتاج إلى تصور وظائف الفيتامين C بشكل جيد لأن بعد قليل سنتعرف على ماذا سيحصل لو حصل لدينا نقص في الفيتامين C فالفيتامين C يساهم في الكولوجين سينثيس في عملية تكوين الكولوجين وقد تعرفنا على ما هي أهمية الكولوجين داخل الجسم بالتفصيل الكافي ونحتاج إلى أن نتصور ما هي وظائف الكولوجين لأنه بعد قليل سنتحدث عن الفيتامين C وأول شيء سنتحدث عنه هو مرض يسمى اسكيرفي وهذا المرض متعلق بشكل مباشر بالكولوجين سينثيس فحينما تقل قدرة الجسم على عمل الكولوجين سينثيس بسبب نقصان الفيتامين C سيؤدي ذلك إلى مرض يسمى اسكيرفي ومرأة ثانية نحتاج إلى أن نفهم وظائف الكولوجين لكي نستطيع أن نفهم ماذا سيحصل حينما يحصل لدي اسكيرفي ويضا علمنا أن الفيتامين C يساهم في الكاتيكولامينز سينثيس وعلمنا ما هي أهمية هذه الكاتيكولامينز وأيضا تعرفنا على أن الفيتامين C يساهم في الكارينيتين سينثيس والكارينيتين ببساطة هو عبارة عن بروتين يقوم بإدخال الفاتي أسيتس إلى داخل الميتوكوندريال ميتريكس وأيضا لنا أن نتصور في حال إذا حصل لدينا فيتامين C ديفيشنسي فلن نستطيع أن نقوم بتكوين الكارينيتين وبالتالي ستتجمع الدهون داخل الخلية وهذا قد يؤدي إلى خلل في وظائف هذه الخلية وفي بعض الأحيان موت هذه الخلايا وأيضا تعرفنا قبل قليل على أن الفيتامين C له Immunological Functioning أي له دور مناعي داخل الجسم وهذه من أهم وظائف الفيتامين C وعلى ما أعتقد أننا أصبحنا معتادون حتى في حياتنا اليومية على أن من يصاب بمرض معين من يصاب حتى بنزلة برد بسيطة يقول له خذ فيتامين C فأنه يساعد على رفع مناعة الجسم ومن خلال هذا الفيديو وقبل قليل تعرفنا على كيف سيؤثر الفيتامين C على Immunological Functioning داخل الجسم لذا نصيحتي لكم أن تقوموا بإيقاف هذا الجزء من الفيديو وتحاولوا بينكم وبين أنفسكم أن تشرحوا وظائف الفيتامين C من خلال هذا المخطط والآن سننتقل إلى الفيتامين C Absorption and Metabolism مثلا نلاحظ هذا المخطط يوضح كيف يتم امتصاص الفيتامين C كما نعلم أن الفيتامين C هو أحد الـ Water Soluble Vitamins ويتم امتصاص الفيتامين C في الـ Small Intestine كما هو الحال في جميع الفيتامين فسيتم دخول هذا الفيتامين من الفام ويمر في المريء ومن ثم في المعدة ويصل في النهاية إلى الأمعاء الدقيقة ويتم بذلك امتصاص هذا الفيتامين ونقله من داخل تجويف الأمعاء الدقيقة إلى داخل الدورة الدموية ولكن الزائد من هذا الفيتامين داخل الأمعاء سيتم تحطيمه داخل الأمعاء وذلك لمنع التوكسيسيتي التي قد تحصل بسبب زيادة كمية الفيتامين C داخل الدم وبعد دخوله إلى داخل الدورة الدموية فسيتوزع في الأنسجة والزائد من هذا الفيتامين C سيتم عمل إكسكريشن له عن طريق الكدني سيتم التخلص من الزائد من الفيتامين C عن طريق الكلية وذلك إذا زادت النسبة عن 80 ملي غرام في اليوم الواحد فتناول أكثر من 80 ملي غرام في اليوم الواحد سيحفز الكلية أكثر على التخلص من هذا الفيتامين C فليس هناك خزن للفيتامين C فيظهر النقص في الفيتامين C خلال أيام معدودة بعد نقصان أخذ الفيتامين C من الغذاء ويتم في بعض الأحيان تحويل الأسكوربيك أسد أو الفيتامين C الصيغة الفعالة من الفيتامين C إلى دي هايدرو أسكوربيك أسد أي عبارة عن أوكسيدايزد فورم من الأسكوربيك أسد عبارة عن أسكوربيك أسد قمنا بعمل أوكسيديشن له وهذه العملية ستؤدي إلى تسهيل دخول هذا الفيتامين إلى داخل الخلايا ومن ضمنها خلايا الدم الآن سنتعرف على الديتري سورسز أو فيتامين C ما هي مصادر الفيتامين C من الغذاء الفيتامين C موجود في الحليب موجود في كبت الحيوانات موجود في السمك وموجود في الكثير من الفواكه وموجود في الكثير من الخضروات أيضا وهذا شيء لا أعتقد بالجديد علينا ولكن لنأخذ فكرة على مصادر الفيتامين C لكي تكون هذه المحاضرة متكاملة مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الديتري سورسز دي الفيتامين C هذا هو عبارة عن الفلفل الأخضر والفلفل الأصفر والفلفل الأحمر والبروكلي الذي هو عبارة عن أحد أهم مصادر الفولك أصد أيضا ليس فقط الفيتامين C ولدية استروفري الفرولة أيضا تعتبر أحد أهم مصادر الفيتامين C وأيضا الحمضيات من المؤكد أنها أهم مصادر الفيتامين C أيضا الآن سنتعرف على الفيتامين C ديفيشنسي ماذا سيحصل في الجسم حينما يحصل لدينا نقص في الفيتامين C ولكن بشكل عام قبل الدخول بهذا الموضوع فنقص الفيتامين C يؤدي إلى خلل في وظائف الفيتامين C فالفيتامين C كما تعرفنا قبل قليل لديه مساهمات كثيرة داخل الجسم منها مساهمات في الجهاز المناعي منها مساهمات في عمل استيبوليتي للكوننكتف تيشيو منها مساهمات في تكوين النيورو ترانزميترز منها مساهمات في تكوين الكارنيتين منها مساهمات في امتصاص الحديد من السمول انتستن وغيرها من المساهمات فعدم وجود الفيتامين C سيؤدي إلى خلل في هذه الوظائف الخمسة الأساسية التي ذكرناها قبل قليل لذا فهذا الجزء من المحاضرة يعتبر تطبيق عملي لوظائف الفيتامين C مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح بشكل مختصر ما هو تأثير حصول نقص في الفيتامين C على الجسم البشري مثل ما نلاحظ بعدم وجود الفيتامين C فإن ذلك يؤدي إلى بليدينغ تندنسي بليدينغ تندنسي أي ميول للنزيف فهنا في القمس في اللثة سيحصل لدي نزيف حينما أقوم بتفريش أسناني مثلا فبمجرد حركة الفرشة على الأسنان واحتكاك الفرشة في اللثة سيؤدي ذلك إلى حصول نزيف في اللثة وهذا لا يحصل في الحالة الطبيعية فبوجود كمية كافية من الفيتامين C لن تحصل لدي هذه الحالة ولكن بنقص الفيتامين C فسيحصل هذا النزيف في اللثة وأيضا سيحصل نزيف تحت الجلد مباشرة وأيضا يحصل نزيف داخل المفاصل فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن أحد المفاصل من المفترض أن يكون هذا عبارة عن مفصل الركبة لكن في الحقيقة هذا لا يمثل شكل مفصل الركبة ولكن هو أحد السينوفيال جوينت فمثل ما نلاحظ هناك نزيف داخل هذا الجوينت فأحد أهم العلامات أو الدلائل على وجود الفيتامين C هو عبارة عن بليدينج تندنسي وأيضا مثل ما نلاحظ هنا ببساطة هذه عبارة عن المواد الموجودة بين الخلايا العظمية أي هذه عبارة عن المواد المسؤولة عن صلابة العظم فبعدم وجود الفيتامين C سيؤدي ذلك إلى نقصان في هذه الأستيويد التي هي مثل ما قلت مسؤولة عن صلابة العظم وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نقصان صلابة العظم وبالتالي سيكون الشخص عرضة لحصول كسر في العظم وربما من الأساس سيتجنب الوقوف على قدميه بسبب الضعف الحاصل في العظم وأيضا أحد الأمور التي ستحصل بسبب نقص الفيتامين C هو impaired wound healing أي لن يستطيع الشخص المصاب بالفيتامين C deficiency بعمل wound healing بشكل جيد وهذا يعني أنه حينما يتأرض هذا الشخص المصاب بالفيتامين C deficiency لجرح معين في الجلد فأن هذا الجرح لن يندمل بسرعة أي لن يشفى هذا الجرح بسرعة وأنما سيحتاج إلى وقت أكثر من الحد الطبيعي لكي يتوقف النزيف وهذه جميعها سواء كانت البليدينج تندنسي أو الأثر إفكتس فجميعها متعلقة بالكولوجين سينثيس فنقص الفيتامين C سيؤدي إلى حصول مشكلة في تكوين الكولوجين وبالتالي الكولوجين الذي سيتكون عبارة عن كولوجين غير جيد كولوجين ضعيف كولوجين غير مؤهل لأداء هذه الوظائف المهمة داخل الجسم وهذا كله سيحصل بسبب نقص الفيتامين C ولكن هذا فقط تأثير نقص الفيتامين C على الكولوجين فقط فللفيتامين C ووظائف أخرى قد قمنا بذكرها قبل قليل وكانت واحدة من هذه الوظائف للفيتامين C هو الكولوجين سينثيس فتعط الوظيفة واحدة للفيتامين C قد أدى إلى جميع هذه الأعراض أو العلامات أو المشاكل داخل الجسم نقص الفيتامين C سيؤدي إلى التهاب في اللثة وسيؤدي أيضا إلى أن الأسنان تكون رخوة بحيث أنها من الممكن أن تسقط بسبب نقص الفيتامين C وأيضا سيحصل لدي أمراض في العظام بالنسبة للأطفال فالأطفال يقومون بالنمو وبالتالي يقومون بتكوين نسيج أظمي والنسيج الأظمي هو عبارة عن نسيج ضام متخصص عبارة عن Special Connective Tissue ونحتاج إلى الفيتامين C في تكوين الكولوجين الذي يدخل في تصنيع الConnective Tissue وأيضا نحتاج إلى الفيتامين C في المحافظة على الدم داخل الأوعية الدموية لأن الفيتامين C أيضا مرة أخرى يدخل في تصنيع الكولوجين والكولوجين مهم في المحافظة على البلد فسلز بحيث لا تنهر هذه البلد فسلز ويخرج الدم من الدور الدموية إلى الأنسجة كما سنرى بعد قليل في النزف الحاصل تحت الجلد مباشرة بسبب نقص الفيتامين C وأيضا نقص الفيتامين C سيؤدي إلى التهاف في المفاصل وأيضا نقص الفيتامين C سيؤدي إلى شعور بالنحول وشعور بالتعب وذلك بسبب أن الفيتامين C أيضا سيؤدي إلى نقص في الحديد داخل الجسم وبالتالي يؤدي إلى فقر الدم كل هذه العراض والعلامات التي قمت بذكرها حتى الآن يطلق عليها مصطلح سكارفي فسكارفي هو عبارة عن ديزيز يحصل بسبب نقص الفيتامين C عبارة عن مرض يحصل بسبب نقص الفيتامين C أي كما رأينا قبل قليل في هذا المخطط في الصورة من روبين روبين كان أحد مصادر هذه المحاضرة فأغلب هذه المشاكل التي حصلت داخل الجسم بسبب نقص الفيتامين C من الممكن أن تفسر بأن نقص الفيتامين C يؤدي إلى خلل في إنتاج الكولوجين هو الكولوجين مهم للكونكتف تيشو فسيتكون ولدي كونكتف تيشو ديفاكتف أي فيه خلل لا يؤدي الوظيفة المعهودة إليها هذا الكلام عبارة عن عادة لما تم ذكره قبل قليل نقص الفيتامين C كما تعرفنا قبل قليل سيؤدي إلى Wound Healing Impairment أي خلل في الشفاء من الجروح وبالتالي ستطول مدة النزف وأيضا سيتأخر الجرح حتى يندمل بالكامل ولكن Wound Healing Impairment لا تحدث فقط في نقص الفيتامين C ولما تحصل لأسباب أخرى فمثلا مرضى السكر أيضا يحصل لديهم Wound Healing Impairment وإيضا في الحقيقة الكثير من هذه العراض التي ذكرناها قبل قليل من الممكن أن تكون بسبب أمراض كثيرة ليست السكر في ليست بسبب نقص في الفيتامين C وإنما لأسباب أخرى لذا حينما يحصل لديكم واحد من هذه العراض فلا تعتقدوا بشكل مباشر أن لديكم نقص في الفيتامين C ولكن من الممكن أن تكون هذه العراض بسبب نقص في الفيتامين C ولكن ليس شرط أن تكون دائما بسبب نقص في الفيتامين C ومرة أخرى بسبب أن نقص الفيتامين سيؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي وسكيرفي هو عبارة عن مرض حصول نقص في الفيتامين سي لضافة الأشخاص الذين لديهم سكيرفي سيكونون عرضة للالتهابات المميتة منها النيمونيا الذي هو عبارة عن التهاب في الرأة مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح sore and spongy gums أي هذه عبارة عن لثة يكون قوامها اسفنجي أي عبارة عن لثة هشة بسبب نقص الفيتامين سي وأيضا كما يتضح هنا فأن هذه اللثة متورمة أيضا مثل ما نلاحظ هذه الصورة أخرى توضح نزيف حاصل في اللثة بسبب نقص الفيتامين سي وبسبب أن هذه القمز ستكون سبونجي أي غير متماسكة كما يكفي فأن ذلك قد يؤدي إلى أي إلى فقدان الأستان قد تتساقط الأستان بسبب نقص الفيتامين سي وأيضا نقص الفيتامين سي سيؤدي إلى حالة نسميها والتي تعني فهنا هذا الشخص لم يتعرض إلى بوكس على عينه وأنما في الحقيقة ربما ضربة بسيطة هنا أو خدش بسيط قد يؤدي إلى هذه الحالة أو قد يؤدي إلى هذا المظهر وذلك بسبب أن الأوعية الدموية بسبب نقص الفيتامين سي تكون فراجل أي تكون رخوة تنهار بشكل بسيط من كدمة بسيطة ويؤدي ذلك إلى نزيف تحت الجلد بشكل مباشر صفة الهشاشة قد تستخدم لوصف قوام الزجاج لذا فأينما قلت هشة فأقصد رخوة فراجل الرخاوة من الممكن أن تستخدم لوصف اللثة أو حتى وصف البلد فيسلز أيضا هذه الصورة أخرى للإيكيموسيز لكن في الحقيقة هذه الصورة خير واضحة تماما ولكن ما يهم هو وجود هذه التلونات في الجلد والتي هي بسبب نزيف حاصل تحت الجلد مباشرة بسبب فراجل بلاد فسلز وهذا يتحصل في الاسكيربي كما تحدثنا قبل قليل وهذا مخطط يوضح ماذا سيحصل لدي في الجسم حينما يحصل لدي فيتامين سي ديفيشنسي مثل ما نلاحظ نزيف في الأنف أيضا مثل ما نلاحظ يحصل لدي جنجوفايتس الذي هو عبارة عن التهاف في اللثة أي لن يندمل الجرح بسهولة ستحصل تغيرات أو مشاكل في الشعر أيضا وسيكون لدي دراي سكن أي بشرة جافة وسيحصل لدي نزيف في المفاصل يؤدي إلى جوينت بين أي إلى ألم في المفاصل ويضا سيحصل لدي إميون إمبيرمنت أي خلل في الجهاز المناعي ويضا يحصل لدي دايجستيف ديسوردرز أي عبارة عن اضطرابات في الجهاز الهضمي جميع هذه الأعراض أو العلامات يؤدي لها الفيتامين سي ديفيشنسي مثل ما نلاحظ هذا المخطط ليس بالمخطط الجديد هذا المخطط يوضح تقسيم النيوتريشنال أنيميا إلى ثلاث أقسام النيوتريشنال أنيميا وهي عبارة عن الأنيميا التي تحصل بسبب نقص أحد المكونات التي نأخذها من الغذاء ومنها الفيتامين سي وقد تعرفنا على الأنيميا التي تحصل بسبب نقص الفولك أسد والأنيميا التي تحصل بسبب نقص الفيتامين بي توالف فالأنيميا التي تحصل بسبب نقص في الفيتامين بي 12 والفولك أسد تسمى ماكروستيك أنيميا أي حجم خلايا الدم الحمر هنا في الماكروستيك أنيميا في الأنيميا التي تحصل بسبب الفولك أسد والفيتامين بي 12 يكون كبير حينما نقوم بأخذ عيننا لخلايا الدم ونضعها تحت المجهر فسنلاحظ أن حجم خلايا الدم في الأنيميا التي تحصل بسبب الفولك أسد والفيتامين بي 12 يكون حجمها كبير ولكن فيما يخص الأنيميا التي تحصل بسبب نقص الفيتامين سي فحجم خلايا الدم سيكون صغير مقارنة بالحجم الطبيعي لخلايا الدم وهذه المايكروستيك أنيميا تحصل في الفيتامين سي ديفيشنسي وتحصل في الايرون ديفيشنسي الفيتامين سي ديفيشنسي من الأساس تؤدي إلى آيرون ديفيشنسي ولكن في بعض الأحيان يحصل لدي آيرون ديفيشنسي من دون أن يكون لدي فيتامين سي ديفيشنسي وأيضا إن شاء الله في المحاضرات القادمة سنتعرف على فيتامين آخر يؤدي النقص فيه إلى حدوث مايكروستيك أنيميا وهو عبارة عن الفيريدوكسين أو الفيتامين بي سيكس ولكن ما يهمنا أن هذا المخطط يوضح أنواع النيوترشنال أنيميا وتصنيف النيوترشنال أنيميا على أساس حجم خلايا الدم السؤال هنا ما هي أسباب حصول الفيتامين سي ديفيشنسي كما هو الحال في الفولك أسد والفيتامين بي 12 فسيحصل لدي النقص أما بسبب نقصان الفيتامين سي الذي نأخذه من الغذاء أي نقوم بتناول غذاء فقير في الفيتامين سي أو ربما يكون لدي خلل في الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى نقص في امتصاص الفيتامين سي في بعض الأحيان تناول الكحول أيضا يؤدي إلى نقص في الفيتامين سي والأشخاص المدخنين يحصل لديهم نقص في الفيتامين سي لذا الأشخاص المدخنين يجب عليهم أن يأخذوا الفيتامين سي بصيغة دايتري سبليمنت أو عليهم ببساطة أن يقطع التدخين لذا فلأن نقص الحاصل في الفيتامين سي أسباب كثير ولكن الأكثرها شيوعا هو مشكلة في امتصاص هذا الفيتامين أما لا نقوم بأخذ فيتامين سي بكمية كافية أو لا نستطيع أن نقوم بامتصاص هذا الفيتامين في بعض الأحيان يتعرضون أشخاص معينين لمشكلة في الأمعاء الدقيقة مما يجبر الأطباء إلى قص جزء من الأمعاء الدقيقة واستئصال هذا الجزء المعضوب لذا فهذا أيضا سيؤدي إلى تقليل المساحة السطحية التي يتم من خلالها امتصاص الفيتامين سي سيؤدي إلى نقصان في طول الأمعاء الدقيقة التي نقوم من خلالها بامتصاص الفيتامين سي الفيتامين سي اعتبر انتي اوكسيدان وهذه المعلومة ليست في الجديدة ولكن هناك فيتامين أخرى أيضا تعتبر انتي اوكسيدان وهو عبارة عن الفيتامين E وأيضا أحد أنواع الفيتامين E أيضا يعتبر انتي اوكسيدان وهناك الكثير من الانتي اوكسيدان ان شاء الله سنتأرف عليها خلال المحاضرات القادمة ascorbate regenerates the functional reduced form of vitamin E الفيتامين E هو عبارة عن أحد الفات soluble vitamins فهنا الاسكوربيت او الفيتامين C سيقوم بعمل recycling للفيتامين E أي سيقوم بعادة الفيتامين E من صيغته الغير فعالة إلى صيغته الفعالة إلى صيغته الفانكشنل وبالتالي نقصان الفيتامين C أيضا سيؤدي إلى functional deficiency في الفيتامين E كما هو الحال في الكوبالامين حينما حصل لدي نقص في الكوبالامين أدى إلى functional deficiency في الفولك أسد تناول الفيتامين C بكميات وافرة في الغذاء أو تناول أي من هذه المركبات التي قمنا بذكرها قبل قليل وهي عبارة عن الفيتامين E والبيتا كاروتين فقد أثبتت التجارب بأن هذه المركبات الثلاثة وغيرها من الانتي أكسيدنس سيساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض التي تصيب القلب وأيضا في الوقاية من الصرطن والسبب في ذلك أن هذه الانتي أكسيدنسية عبارة عن مركبات تقينة من بعض الأيونات شديدة التفاعل أي مادة تتفاعل مع أنسجة الجسم فهي مادة سامة فهذه الأيونات هذه الفري ريديكولز سنتحدث إن شاء الله في المستقبل عن مصطلح فري ريديكولز التي هي عبارة عن أيونات تتفاعل مع الجسم تتفاعل مع مركبات الجسم مع خلايا الجسم وتؤدي إلى إحداث ضرر داخل الجسم فوجود هذه الفري ريديكولز أو الأيونات شديدة التفاعل قد يؤدي إلى حدوث طفرات يؤدي إلى حدوث ميوتيشنز داخل الجسم وهذه الميوتيشنز قد تؤدي إلى السرطن هذا الشيء وارد بعض أنواع هذه الفري ريديكولز ومنها أيون الحديد الثلاثي قد يؤدي إلى تجمع عدد من الهيموغلوبينز وبالتالي يؤدي إلى حدوث تكتلات داخل الدم وهذا قد يؤدي إلى مشاكل كثير إن شاء الله سنتحدث عنها في المستقبل ولكن ما يهمنا وجود هذه الانتي أكسيدنز ومن ضمنها الفيتامين سي يقينا من هذه المشاكل التي تحصل بسبب الفري ريديكولز أي تقوم الانتي أكسيدنز بتخليصنا من الفري ريديكولز هناك تجارب سرية قاموا بإدخال هذه الانتي أكسيدنز بشكل منعزل داخل الجسم وذلك لكي يقوموا بعلاج بعض الحالات البراضية ولكن قد فشلت هذه التجارب لذا فنحن لا نحتاج إلى ايزوليتد انتي أكسيدنز وإنما نحتاج إلى الفيتامينز وهي بدورها حينما تدخل الجسم ستتحول إلى انتي أكسيدنز فالايزوليتد انتي أكسيدنز هي عبارة عن مركبات قاموا بتحويلها إلى انتي أكسيدنز وقاموا بإدخالها داخل الجسم أما الفيتامينز سي فهو عبارة عن مركب يدخل داخل الجسم وتحدث له بعض التعديلات والتغيرات وبالتالي يتحول إلى انتي أكسيدنز وإلى هنا انتهت هذه المحاضرة انتهت المحاضرة الرابعة للفيتامينز بصراحة لست متأكد بشكل فعلي ما هي المحاضرة القادمة ولكن على ما أعتقد أنها البريدوكسين لنرى فيما إذا كان تخميني صحيحة ولا لذا نلتقي في المحاضرة القادمة